بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاوم مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه الماتق مراتب النحويين من تأليف أبو الطيب اللغوي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر دار نهضة مصر القاهرة يقرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين هذا هو الشريط الأول من الكتاب مقدمة الطبعة الأولى حينما كنت معنيا بتحقيق كتاب إنباه الرواه على أنباه النحاة للوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي كان من أكبر همي أن أرجع إلى الكتب التي استمد منها المؤلف مادة كتابه أو التي شاركته في موضوعه لتكون نعونا على تحقيق الكتاب وتحرير نصوصه وإيضاح مبهمه وكشف غامضه ومقفل مسائله فكان مما وقع لي كتابان نادران لمؤلفين جليلين هما كتاب طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي وكتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي فوجدت فيهما من جمال التصنيف وحسن الأداء وغزارة المادة ما رغب إلي أن أقوم بتحقيقهما ونشرهما وخاصة في أنهما يعدان من المصادر الأصيلة الأولى لمن ترجم لأعلام اللغة والنحو والأدب وعنهما نقل ياقوت والقفطي والصفدي والسيوطي وغيرهم وقد تم لي والحمد لله تحقيق كتاب الزبيدي ونشره هامش طبع في مطبعة السعادة سنة أربع وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد ثم في دار المعارف سنة أربع وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد انتهى الهامش وهذا هو كتاب أبي الطيب اللغوي والكتابان وإن كان متفقين في الموضوع والغاية إلا أنهما يختلفان شريعة ومنحجة فكتاب الزبيدي بناه على الطبقات والمدارس وعني فيه بذكر الموالد والوفيات وحشاه بمختلف الأخبار والطرف والحكايات عن النحويين واللغويين في صدر الإسلام ثم من تلاهم إلى شيخه أبي عبد الله الرياحي الأندلسي المتوفى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وكتاب أبي الطيب أقامه على ذكر مراتب العلماء ومنازلهم من العلم وحظهم في الرواية وعقد الصلة بين الشيوخ والتلاميذ منذ ظهور اللحن ووضع النحو ثم ظهور مدرسته البصرة والكوفة إلى أن انتهى العلم فيهما ثم انتقل إلى بغداد فهو يذكر أبا الأسود الدؤلي وتلاميذه وأبا عمد بن العلاء والخليل بن أحمد ومن أخذ عنهما وهكذا وسبيله فيما أورد السند والرواية ومؤلف كتاب مراتب النحويين هو عبد الواحد ابن علي أبو الطيب اللغوي ولد في عسكر مكرم وهي بلدة مشهورة في نواحي خزستان نشأ فيها كثير من الفضلاء والعلماء ومنها العسكريان أبو أحمد صاحب كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف وأبو هلال صاحب كتابي الصناعتين وجمهرة الأمثال وإلى علمائها كانت تشد الرحال ويقصدون من شتى الجهات ونشأ فيها وحذق النحو واللغة ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن أسنادها وروا عن أثباتها وكان ممن روا عنهم محمد ابن يحيى الصولي وأبو عمر الزاهد أخذ عنه كتاب الفصيح لفعلب وإسلاح المنطق لابن السكيت والنوادر لأبي عمر الشيباني وغيرها وفيها ألف بعض كتبه منها كتاب الإتباع الذي أعجو به البغداديون وتداولوه فيما بينهم وكانت مدينة حلب في القرن الرابع من أزهر الحواضر الإسلامية وأحفلها بالعلماء والشعراء والأدباء وكان أميرها سيف الدولة من أعظم الملوك العرب شأن وأعلاهم في العلوم والآداب كعبا وأوسعهم في المكرمات باعا فاجتذب إلى حلب أعيان الأدب واللغة والشعر كالمتنبي والوأواء والنامي والرفاء وابن خالويه والفارابي وكشاجم فكان منهم أبو الطيب اللغوي وهناك ازدهر علمه وبان فضله وفيها أيضا قامت الخصومة بينه وبين ابن خالويه وذكت المنافسة ولكنه كان صاحب السبق والتقدم قال ابن القارح حدثني أبو علي أصق لي بدمشق قال كنت في مجلس ابن خالويه إذ وردت عليه من سيف الدولة مسائل تتعلق باللغة فاضطرب لها ودخل خزانته وأخرج منها كتب اللغة وفرقها على أصحابه يفتشونها ليجيب عنها وتركته وذهبت إلى أبي الطيب اللغوي وهو جالس وقد وردت عليه المسائل بعينها وبيده قلم الحمرة فأجاب به ولم يغيره قدرة على الجواب وقد ذكر أبو العلاء المعري أنه كان يتعاطى شيئا من النظم وله شيء منه في كتاب المراتب ولكنه نظم ضعيف وظل في حلب إلى أن كانت ليلة الثلاثاء لثمان بقين من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة دخل الدمستق وأخذ منها خلقا من النساء والأطفال وقتل معظم الرجال ولم يسلم منه إلا من اعتصم بالقلعة من العلويين والهاشميين والكتاب وأرباب الأموال فكان أبو الطيب في من قتل مع أبيه في تلك المحنة ولعلها هي التي ذهبت بمعظم آثاره وأخباره وكما ضاعت معظم أخباره ضاع كثير من مؤلفاته أيضا قال أبو العلاء ولا شك أنه قد ضاع كثير من كتبه وتصنيفاته لأن الروم قتلوه وأباه في فتح حلب إلا أن الزمان قد أبقى منها ما يأتي أولا كتاب شجر الدر سلك فيه مسلك شيخه أبي عمر الزاهد في كتاب المداخل ومنه نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر حامش يقوم بتحقيقه الأستاذ محمد عبد الجواد انتهى الحامش كتاب الفرق ذكره المعري في رسالة الغفران وقال قد أكثر فيه وأسهب وعنه نقل السيوطي في المزهر كتاب الإتباع قال أبو العلاء وله كتاب في الإتباع صغير على حروف المعجم في أيدي البغداديين وذكره السيوطي في بغية الوعاه كتاب الإبدال ذكره السيوطي والصفدي في الوافي بالوفيات وقال أبو العلاء قد نحى فيه نحو كتاب يعقوب في القلب كتاب الأضداد ذكره المرتضى الزبيدي في مقدمة تاج العروس المثنى ذكره الأستاذ عز الدين التنوخي في مقاله هامش مجلة المجمع العلمي العربي الجزء الثاني المجلد التاسع والعشرون انتهى الهامش وقال ومما أغفلوه من مصنفاته كتاب المثنى وهو عندي ولله الحمد لطيف يشتمل على نوعين الإتباع والتغليب ولا أدري أكتاب الإتباع مما ألفه أبو الطيب مستقلا أم هو ما اجتمل عليه المثنى كتاب مراتب النحويين وهو الذي نقدمه للقراء وأصل هذا الكتاب نسخة نادرة في دار الكتب المصرية برقم 1425 تاريخ تيمور تقع في 64 ومئة صفحة كتبها عيسى بن أبي بكر ابن محمد الحميدي ثم قبلت على أصل صحيح عليه حواش لابن نوبخت وفي آخرها خط الشيخ محمد ابن المخلطة المالكي وتاريخه سنة 61 و800 وخط الشيخ محمد عبد العزيز الشافعي وقد سقط من هذه النسخة ورقة بعد الصفحة 58 و100 وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب على تلك النسخة وقابلتها بما نقله السيوطي عنه في المزهر وأكملت الناقص منه وأثبتت فروق النسخ التي وردت في الحواشي ووضعت أرقام الصفحات على الجانبين كما رقمها العلامة أحمد تيمور ووضعت له عنوانات ميزها بعلامات الزيادة وألحقت به الفهارس المفصلة وأرجو من الله تباركة آلاؤه أن يجعله عملا نافعا مقبولا وهو ولي التوفيق مقدمة الطبعة الثانية هذا الكتاب على صغر حجمه وقلة أوراقه نادر في فنه بالغ الإفادة في موضوعه لم يكد يخرج من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات للمرة الأولى حتى تلقاه العلماء والباحثون بهشاشة مطمئنان وتناولوه قراءة وبحثة في قبول وارتياح وذلك لما اجتمل عليه من مادة أصيلة وحقائق تاريخية ونصوص نادرة حول النحويين واللغويين وروات اللغة والشعر منذ ظهور الإسلام في القرن الأول إلى نهاية القرن الرابع في الكوفة والبصرة وبغداد ومكة والمدينة أشهر عواصم اللغة والأدب في هذا العصر وهي الحكمة التي وبعت فيها أصول النحو وجمعت اللغة وصمعت المعاجم ودوّن الشعر وحول ذلك يتجه اهتمام الباحثين ومؤرخ الآداب العربية وقد فرغت نسخه من الأسواق منذ سنوات وتعذر اقتناؤها على الباحثين وأخذوا لحون في العمل على إعادة طبعه ولما هيأ الله الأمور وتيسرت الأسباب أعدت النظر في تحقيقه وأصلحت ما كان في الطبعة الأولى من خطأ كما عارضت نصوصه على ما يقابلها في كتاب طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن الزبيدي ونزهة الألباء للكمال عبد الرحمن بن محمد الأنباري وإنباه الرواه للقفط وبغية الوعاه للسيوط والمختصر من المقتبس للمرزباني وهي الكتب التي كثرت تراجمها على النحويين واللغويين ثم أعدت النظر في تحرير حواشيه وتخريج شواهده كما أعدت النظر في تنظيم فهارسه وأسأل الله أن يعم نفعه ويوفق من أعانى على إخراجه وإعادة طبعه وأن يجزيه من الله خير الجزاء والله الهادي إلى أقوى بطريق كتاب مراتب النحويين صلى الله على محمد أم تعني الله ببقائك وحسن الدفاع عن حوبائك ووفقك في دينك ورأيك وجعلك لكل خير سوبا ورزقك إليه مذهبا إن اختلافهم من نفوس بحسب اختلافها في الفضل ومناسبتها للعلم أو هي على قدر مناسبتها للعقل والنفس النفيسة تتأذى بفقد العلم أكثر مما يتأذى الجسم بعدم الطعم وإنك أعزك الله شكوت إلي دفعة بعد أخرى وثانية بعد أولى شدة تفاوت ما يصل إلى سمعك وقلبك من كلام أهل العصبية في المفاضلة بين أهل العربية والدعاء كل قوم تقدم من ينتمون إليه ويعتمدون في تأدبهم عليه وهم لا يدرون عن من روى ولا من روى عنه ومن أين أخذ علمه ولا من أخذ منه وقد غلب على هذا الجهال وفشى في الرذال هانش الرذال جمع رذيل وأرذل ورذال أيضا وهو الدون والخسيس انتهى الهامش حتى إن كثيرا من أهل دهرنا لا يفقون بين أبي عبيدة وأبي عبيد وبين الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي أو أبي سعيد السكري أو أبي سعيد الضرير ويحكون المسألة عن الأحمر فلا يدرون أهو الأحمر البصري أو الأحمر الكوفي ولا يصلون إلى العلم بمزية ما بين أبي عمر بن العلاء وأبي عمر الشيباني ولا يفصلون بين أبي عمر عيسى بن عمر الثقفي وبين أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي ويقولون قال الأخفش ولا يفرقون بين أبي الخطاب الأخفش وأبي الحسن سعيد المسعدة الأخفش البصريين وبين أبي الحسن علي بن مبارك الأخفش الكوفي وأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش بالأمس صاحب محمد بن يزيد وأحمد بن يحيا وحتى يظن قوم أن القاسم بن سلام البغدادي ومحمد بن سلام الجمحي صاحب الطبقات أخوان ولقد رأيت نسخة من كتاب الغريب المصنف على ترجمته تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي وليس أبو عبيد بجمحي ولا عربي وإنما الجمحي محمد بن سلام مؤلف كتاب طبقات الشعراء وأبو عبيد في طبقة من أخذ عنه إلى غير هذا مما لا يفيدك ذكره علما فلما اجتمع شكواك ما تشكيته إلى ما أرى الناس يتهفتون فيه خبط عشواء وصيد ظلماء ورأيتك إذا أجريت منه شيئا انتقرته وأسرعت إلى تعليقه وافترسته أشفقت من لبس يدخل عليك فيه أو سهو يحملك على باطل تحكيه وأعيذ إخواني بالله مما لا يسرني في الأعداء ولا أفرح به في البعداء ولو الشنآن والبغضاء فرسمت لك في هذا الكتاب ما تقبح الغفلة عنه ولا يسع العقلاء جهله وجمعت ما خشيت من تفرقه عليك وخفت أن يصعب إلقاؤه إليك وأرجو أن لا أقصر عما يقنعك وألا أتعدى إلى تطويل لا ينفعك بإذن الله وعلمت الخير وعملت به أن أكثر آفات الناس والرؤساء من الرؤساء الجهال والصدور الضلال وهذه فتنة الناس على قديم الأيام وغابر الأزمان فكيف بعصرنا هذا وقد وصلنا إلى كدر الكدر وانتهينا إلى عكر العكر وأخذ هذا العلم أخذ عن من لا يعلم ولا يفقه ولا يحس ولا ينقه يفهم الناس ما لا يفهم ويعلمهم عند نفسه وهو لا يعلم يتقلد كل علم ويدعيه ويركب كل إفك ويحكيه يجهل ويرى نفسه عالما ويعيب من كان من العيب سالما يتعاطى كل شيء وهو لا يحسن شيئا فهو لا يزداد رشدا إنما يزداد غيا ثم لا يرضى بعد هذا حتى يعتقد أنه أعلم الناس ولا يمنعه ذلك حتى يظن أن كل من أخذ هذا العلم من أخذ هذا العلم عنه لو حشروا لحتاجوا إلى التعلم منه فهو بلاء على المتعلمين وبال على المتأدبين إن روا كذب وإن سئلة ذبذب وإن نوذر صخب وإن خورف شغب وإن قرر عليه الكلام سب يصيب وما يدري ويخطي وما درى وكيف يكون النوك إلا كذلك هامش من أبيات لأبي الأسود الدؤلي وكان قد وجه رسولا إلى الحصين ابن أبي الحر العنبري وإلى نعيم بن مسعود النهشلي وكان يلياني بعض أعمال الخراج لزياد وكتب معهما إليهما وأراد منهما أن يبراه ففعل ذلك نعيم بن مسعود ورمى الحصين بن أبي الحر بكتاب أبي الأسود وراء ظهره فعاد الرجل فأخبره فقال أبو الأسود للحصين حسبت كتابي إذ أتاك تعرضا لسيبك لم يذهب رجائي هنالك وخبرني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالك نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من معالك نعيم بن مسعود أحق بما أتى وأنت بما تأتي حقيق بذلك يصيب وما يدري ويخطي وما درى وكيف يكون النوك إلا كذلك انتهى الهامش فالواحد من هؤلاء في طبقة من الجهل لا تدرك بالمقياس ولم يهد إليها أخبرنا محمد بن يحيى بن العباس هامش هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن عباس بن محمد بن صول المعروف بأبي بكر الصولي شيخ المؤلف اشتهر بالرواية والحفظ ودون أخبار الوزراء والكتاب والشعراء والرؤساء توفي سنة 35 و300 انتهى الهامش قال حدثنا أبو أحمد محمد بن موسى البربري هامش هو محمد بن محمد ابن موسى بن حماد أبو أحمد المعروف للبربري توفي سنة 94 و200 انتهى الهامش قال حدثنا الزبير بن بكار هامش هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب ابن ثابت بن عبد الله ابن الزبير ابن العوام صاحب كتاب نسب قريش توفي سنة 56 و200 انتهى الهامش قال حدثنا النظر ابن شميل قال سمعت الخليل يقول من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعوه ومنهم من يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ضال فأرشدوه ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك طالب فعلموه ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فاحذروه ولقد بلغني عن بعض من يختص بهذا العلم ويرويه ويزعم أنه يتقنه ويدريه أنه أسند شيئا فقال عن الفراء عن المازني فظن أن الفراء الذي كان هو بإزاء الأخفش كان يروي عن المازني وحدثت عن آخر أنه روى مناظرة جرت بين ابن الأعرابي والأصمعي وهما مجتمعا قط هانش كذا ذكر في الأصل وفيه نظر فقد ذكر الزبيدي عن الفضل بن سعيد بن أسلم أنه قال كان ابن الأعرابي يؤدبنا في أيام أبي سعيد بن سلم فكان الأصمعي يأتينا مواصلا فيناظره ابن الأعرابي فيرتجل ذلك وكان أعلم بالإعراب منه وكان الأصمعي يفتر فيه ويغريه بالشعر ويسلكه مسلكه في جهة المعاني فإذا وقع هذا الباب وبرئ من الإعراب التهمة فلم يغترف من بحره انتهى الهامش وابن الأعرابي بإزاء غلمان الأصمعي وإنما كان يرد عليه بعده وحري بمن عمي عن معرفة قوم أن يكون عن علومهم أعمى وأضل سبيلا قال فرسمت في هذا الكتاب ما يفتح القفلة ولا يسع العقلاء الجهل به عنوان أول ظهور اللحن في الكلام وعلم أن أول ما اختل من كلام العرب فأحوج إلى التعلم والإعراب لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد روينا أن رجلا لحن بحضرته فقال أرشدوا أخاكم فقد ضل وقال أبو بكر رضي الله عنه لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن فقد كان اللحن معروفا بل قد روينا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا من قريش ونشأت في بني سعد حامش هم بني سعد ابن بكر ابن هواز أضغار النبي صلى الله عليه وسلم واسترضى عندهم وكان حاضنه منهم الحارث ابن عبد العز بن رفاعة ومرضعه زوجه حليمة بنت عبد الله بن الحارث انتهى الهامش فأنا لي اللحم وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى عمر من أبو موسى فكتب إليه عمر سلام عليك أما بعد فاضرب كاتبك سوطا واحدا وأخر عطاءه سنة وكان علي بن المديني هامش هو علي ابن عبد الله ابن جعفر المديني بصري وأصله من المدينة صنف في الحديث مصنفات كثيرة لم يسبق إلى معظمها توفي سنة 34 ومئتين انتهى الهامش لا يغير الحديث وكان وإن كان لحنة إلا أن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يجوز اللحنة على من سواه عنوان أبو الأسود الدؤلي ثم كان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي فيما حدثنا به أبو الفضل جعفر بن محمد ابن بابتويه قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حميد هامش هو إبراهيم بن حميد الكلابزي النحوي البصري ذكره الزبيدي والقفطي والسيوطي باسم إبراهيم بن محمد الكلابزي توفي سنة 16 و300 وفي الأنسابل السمعاني واللباب لابن الأثير إبراهيم بن حميد انتهى الهامش قال أخبرنا أبو حاتم السجستاني وأخبرنا أبو بكر محمد بن يحيا قال حدثنا محمد بن يزيد النحوي قال حدثنا أبو عمر الجرمي عن الخليل قالوا وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام لأنه سمع لحنا فقال لأبو الأسود اجعل للناس حروفا وأشار له إلى الرفع والنصب والجر فكان أبو الأسود ضنينا بما أخذه من ذلك عن أمير المؤمنين وقد اختلف في اسم أبو الأسود حدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر ابن شبه أبو زيد هامش هو عمر ابن شبه ابن عبيدة النميري ابو زيد البصري الحافظ الإخباري توفي سنة اثنتين ومئتين انتهى الهامش قال اسم أبو الأسود عمر ابن سفيان ابن ظالم وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد التستري قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت عمر بن بحر الجاحظ يقول اسم أبو الأسود ظالم ابن عمر ابن سفيان وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو زيد عمر ابن شبه قال أخبرنا الأصمعي أنه سمع عيسى بن عمر يقول هو أبو الأسود الدؤلي بفتح الهمزة منسوب إلى الدؤل بكسر الهمزة وإنما فتحوها للنسبة كما نسبوا إلى تغلب تغلبي وإلى يثرب يثربي قال والدؤل أبو قبيلة من كنانة سمي باسم دابة يقال لها الدؤل بين ابن عرس وثعلب قال عمر ابن شبه وأنشدنا الأصمعي لكاعد بن مالك جاءوا بجيش لو قيس معرسه ما كان إلا كمعرس الدؤلي والعامة تقول أبو الأسود الديلي وذلك خطأ لأنهم ينسبونه إلى غير قبيلته أخبرنا عبد العزيز ابن يحيا قال أخبرنا محمد بن زكري الغلابي هامش الغلابي بفتح الغين وبعدها لا مؤلف مخففة منسوب إلى غلاب اسم لبعض أجداده ذكره ابن الأثير في اللباب انتهى الهامش قال حدثنا الزبير بن بكار قال الدؤل في كنانة وهم رحطوا بالأسود والدول في حنيفة والديل في عبد القيس أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال كان أبو الأسود فيما زعم ولد في الجاهلية أخبرنا محمد بن يحيا قال أخبرنا محمد بن يزيد عن الجرمي عن الخليل قال لم يزل أبو الأسود ضنينا بما أخذه عن علي رضي الله عنه حتى قال له زياد قد فسدت ألسنة الناس وذلك أنهما سمع أنهما سمع رجلا يقول سقط عصاتي فدافعه أبو الأسود وأخبرنا وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا محمد بن عباد المهلبي هامش هو محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي توفي سنة أربع ومئتين انتهى الهامش عن أبيه سمع أبو الأسود رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام فقال لا أظن يسعني إلا أن أضع شيئا أصلح به نحو هذا أو كلام هذا معناه فوضع النحو قال وكان أول من رسمه فوضع منه شيئا جليلا حتى تعمق النظر بعد ذلك وطولوا الأبواب ويقال بل كان وضعه ليتعلمه بن زياد لأنهم كانوا يلحنون فكلمه زياد في ذلك وكان أعلم الناس بكلام العرب وزعموا أنه كان يجيب في كل اللغة ومما يدل على صحة هذا ما حدثنا به محمد بن عبد الواحد الزاهد هامش هو أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المعروف بغلام ثعلب أحد الرواة الأثبات وشيخ المؤلف توفي سنة خمس واربعين وثلاثمائة انتهى الهامش من فضلك تابع بقية المادة نواصل القراءة تحت عنوان أبو الأسود الدؤلي أخبرنا أبو عمر ابن الطوسي عن أبيه عن اللحياني في كتابه النوادر قال حدثنا الأصمعي قال كان غلام يطيف بأبي الأسود يتعلم منه النحو فقال له يوما ما فعل أبوك يا بني قال أخذته حمى فضخته فضخا وطبخته طبخا وفنخته فنخا فتركته فرخا قال فما فعلت امرأة أبيك التي كانت تشاره وتجاره وتزاره وتهاره وتماره قال خيرا طلقها وتزوج غيرها فحضيت ورضيت وبضيت قال ما بضيت يا ابن أخي قال حرف من العربية لم يبلغك قال لا خير لك فيما لم يبلغني منها قوله فضخته فضخا من قولهم فضخت الشيئة أفضخه فضخا إذا شدخته والفضيخ من النبيذ ما يتخذ من البسر والرطب إذا فضخا أي شرخا قال الراجز إذا رأيت أنجما من الأسد جبهته أو الخرات والكتد هامش الأسد هنا أحد أبراج السماء الاثنى عشر وجبهة الأسد والخراتان والكتد أربعة أنجم انتهى الهامش بال سهيل في الفضيخ ففسد وطاب ألبان اللقاح وبرد وقوله وفنخته فانخا من قولهم فنخت رأسه فانخا إذا فتت العظم من غير شق ولا إدماء قال الراجز والله لولا أن يحش الطبخ بي الجحيم حيث لا مستصرخ لعلم الجهال أني مفنخ لهامهم أرده وأنقخ ويقال رجل فنيخ إذا كان رخوا ضعيفا وقوله فتركته فرخا أي كالفرخ من الضعف وقوله تشاره أي تفاعله من الشر وتجاره تفاعله من الجر أي جرها وتجره وقوله تزاره أي تفاعله من الزر والزر العض قال الشاعر بريتيه من زر الفحول كدوم وقوله تهاره تفاعله من الهرير أي تهر في وجهه ويهر في وجهها وتماره تفاعله من المراء قالوا فجاء أبو الأسود إلى زياد فقال له اضغني كاتبا يفهم عني ما أقول فجاء برجل من عبد القيس فلم يرض فهمه فأتي بآخر من قريش فقال له إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على أعلاه وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتيني ففعل فهذا نقطة أبو الأسود هامش ذكر القفطي وابن خلكان وابن حجر في الإصابة والذهبي في تاريخ الإسلام أن أبو الأسود توفي سنة تسع وستين بالبصرة في طاعون الجارف وفي نزهة الألباء أنه توفي سنة سبع وستين انتهى الهامش عنوان الذين أخذوا عن أبو الأسود واختلف الناس إليه يتعلمون العربية وفرع لهم ما كان أصله فأخذ ذلك عنه جماعة قال أبو حاتم فتعلم منه ابنه عطاء ابن أبو الأسود ثم يحيى ابن يعمر العدواني حليف بني ليث وكان فصيحا عالم بالغريب ثم ميمون الأقرن ثم عنبسه ابن معدان المهري هامش هو عنبسة ابن معدان الفيل قال ابن الأنباري كان معدان رجلا من أهل ميسان قدم البصرة وأقام بها وكان يقال له معدان الفيل وسبب ذلك أن عبد الله ابن عامر كان له فيل بالبصرة وقد استكثر النفقة عليه فأتاه معدان فتقبل نفقته وفضل في كل شهر فكان يبعى معدان الفيل ونشأ له عنبسة فتعلم النحو على أبو الأسود وروى الشعر وانتسب إلى مهرة ابن حيدان وروى لجليل شعرا فبلغ ذلك الفرزدق فقال يهجوه لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائد ويروى أن بعض عمال البصرة سأل عنبسة عن هذا البيت وعن الفيل فقال عنبسة لم يقل الفيل وإنما قال اللؤم فقال لعنبسة إن أمرا تفر منه إلى اللؤم لأمر عظيم انتهى الهامش وهو الذي يقال له عنبسة الفيل وهو الذي يقول فيه الفرزدق أما كان في معدان والفيل شاهل لعنبسة الراوي علي القصائد وأما فيما روينا عن الخليل فإنه ذكر أن أبرع أصحاب أبي الأسود عنبسة الفيل وأن ميمون الأقرن أخذ عنه بعد أبي الأسود عنوان عبد الله بن أبي إسحاق قال وكان ميمون يكنى أبا عبد الله فرأس الناس بعد عنبسة وزاد في الشرح ثم توفي وليس في أصحابه أحد مثل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وكان يقال عبد الله أعلم أهل البصرة وأعقلهم ففرع النحو وقاسه وتكلم في الهمز حتى عمل فيه كتاب مما أملاه وكان رئيس الناس وواحدهم أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال كان عبد الله بن أبي إسحاق جد يعقوب بن الحضرمي القارئ وفيه يقول الفرزق فلو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولا مواليا وذلك أنه رد عليه شيئا من إعراب شعره فقال والله لأهجونك ببيت يكون شاهدا على ألسنة النحويين فهجاه بهذا البيت هانش الخبر كما في طبقات الشعراء لابن سلام وأخبرني يونس أن ابن أبي إسحاق قال للفرزق في مديحه يزيد بن عبد الملك مستقبلين شمال الشام تبريبنا بحاصب كندي في القطن من ثوري على عمائمنا يلقى وأرحلنا على زواحف تسجى مخها ريري قال ابن أبي إسحاق أسأت إنما هي ريرو وكذلك قياس النحو في هذا الموضع فلما ألح على الفرزق قال على زواحف نسجيها محاسير قال ثم ترك الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول وكان يكثر الرد على الفرزق فقال فيه فلو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولا مواليا والبيت من شواهد النحاة على أن بعض العرب يجر نحو جوار بالفتحة فيقول مررت بجواريا بالفتح كما في قول الفرزق مولا مواليا انتهى الهامش وقال أبو حاتم قال داود هامش هو داود ابن الزبرقان الرقاشي أبو عمر البصري توفي سنة نيف وثمانين ومئة انتهى الهامش ابن الزبر عن قتابه هامش هو قتابه ابن دعامه السدوسي كان من أعلم الناس بالقرآن والفقه وكان عالما بالعرب وأنسى بها قال ابن سلام ولم يأتنا عن أحد من رواة الفقه من علم العرب أصح من شيء أتانا عن قتابه وتوفي سنة سبع عشرة ومئة انتهى الهامش قال أول من وضع النحو بعد أبي الأسود يحيى ابن يعمر وقد أخذ عنه عبد الله بن أبي إسحاق قال وكان أخذ القراءة عنه وعن نصر بن عاصم هامش هو نصر بن عاصم الليثي ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من النحويين البصريين وقال وهو أول من وضع العربية قال السيوطي إنه توفي سنة تسع وثمانين انتهى الهامش وكان في عصري عبد الله بن أبي إسحاق أبو عمر بن العلاء المازني وهو أبو عمر بن العلاء بن عمار بن العريان وله أخ يقال له أبو سفيان وزعم النسابون أن اسميهما كنيتاهما وهما من مازن بن مالك ابن عمر بن كميم وكان أخذ عن من أخذ عنه عبد الله قال الخليل فكان عبد الله يقدم على أبي عمر في النحو وأبو عمر يقدم عليه في اللغة واختلفوا في اسم أبي عمر فقالوا زبان بالزاي وقالوا ربان بالرأي غير معجمة وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن غياث النحوي قال أخبرنا الرياشي عن الأصمعي قال قلت لأبي عمر ما اسمك فقال لي أبو عمر قال وكان نقش خاتمه إن امرأة دنياه أكبر همه لم استمسك منها بحبل غروري وهذا البيت له وكان رجلا صالحا ولا نعرف له شعرا إلا هذا البيت وإما كتب به إلى أبو روق الهزاني البصري هامش الهزاني بكسر الهاء وفتح الزاي المشددة منسوب إلى هزان بطن من العتيك وهو أبو روق أحمد بن محمد ابن بكر الهزاني حدث هو وأبوه ورضى عنه جماعة هدها الهامش قال قال أبو عمر أنا قلت وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث من الحوادث إلا الشيب والصلعاء فألحقه الناس في شعر الأعشاء وكان سيد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب وأخبرنا عن أبي حاتم عن الأصمعي قال قال أبو عمر كنت رأسا والحسن حي هامش هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري كان من سدى التابعين وكبرائهم جمع من كل فن وعلم توفي سنة عشر ومئة انتهى الهامش وأبو عمر هو الذي يقول فيه الفرزق ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمر بن عماري وقال أبو حاتم حدثني الأصمعي قال قال شعبة هامش هو شعبة بن الحجاج ابن الأزدي العتكي مولاهم نزيل البصرة ومحدثها توفي سنة ستين ومئة انتهى الهامش لعلي بن نصر الجهضمي خذ قراءة أبي عمر فيوشك أن تكون إسنادا قال وكان أبو عمر يكتب إلى عكلمة بن خالد هامش هو عكلمة بن خالد بن العاص أبو خالد المخزومي تابعي ثقة جليل روى القراءة عن أصحاب بن عباس وتوفي سنة خمس عشرة ومئة انتهى الهامش في مكة فيسأله عن الحروف أخبرنا محمد بن يحيى بن العباس قال حدثنا أبو ذكوان هامش هو القاسم بن إسماعيل المعروف بأبي ذكوان كان في عصر المبرد وطبقته وذكره الزبيبي في الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين انتهى الهامش قال حدثنا التوزي عن أبي عبيدة عن أبي عمر قال سمرت ليلة عند سلم ابن قتيبة هامش هو سلم ابن قتيبة بن مسلم الباهلي ولي خراسان في أيام هشام بن عبد الملك ثم سكن البصرة مات سنة تسعو وأربعين ومئة انتهى الهامش فهجم بي السمر والنشيد على قول الفرزدق فإن عطست قيس بن عيلان ضلة فلا عطست إلا بأجدع راغني هامش هي من قصية يمدح فيها سليمان بن عبد الملك ويذكر قتل قتيبة بن مسلم والرواية فيه فإن تك قيس في قتيبة أغضبت فلا عطست إلا بأجدع راغني انتهى الهامش أتغضب أن أذنى قتيبة حرة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازمي وما منهما إلا بعثنا برأسه إلى الشام فوق الشاحجات الرواسمي هامش الشحاج رفع الصوت والرسيم ضرب من العدو انتهى الهامش ثم فطنت فأمسكت فقال لي سلم لا عليك يا أبا عمر لستقى إلها فاضرب بها وجوهنا في ظلمة الليل وقد روي أن صاحب هذه القصة مع سلم عيسى بن عمر وأمر أبي عمر أصح وأكثر أخبرنا محمد ابن ويحيا قال حدثنا المبرد قال حدثني العباس بن ميمون قال حدثنا الأصمعي عن سفيان الثوري هامش هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري كان حافظا فقيها محدثا ولد سنة ثمان وتسعين وتوفي سنة إحدى وستين ومئة انتهى الهامش قال كنا عند الأعمش هامش هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش كان قارئا حافظا عالم بالفرائض توفي سنة ثماني وأربعين ومئة انتهى الهامش وعنده أبو عمر ابن العلا فحدث عن أبي وائل هامش هو أبو وائل شفيق بن سلمة شيخ الكوفة وعالمها وتوفي سنة ثنتين وثمانين انتهى الهامش عن عبد الله هامش هو عبد الله بن مسعود والحديث بهذا السند في صحيح البخاري كتاب العلم ونصه فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا وهو بهذه الرواية في الفائق للزمخشري انتهى الهامش كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة ثم قال الأعمش يتعاهدنا هامش تعاهد وتعحد تفقد وفي اللسان تعهدت أفصح من تعاهد لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين انتهى الهامش فقال له أبو عمر إن كان يتعاهدنا فيتخولنا فأما يتخولنا فيستصلحنا فقال له الأعمش وما يدريك فقال لإن شئت يا أبا محمد أن أعلمك الساعة أن الله ما علمك من جميع ما تدعيه شيئا فعلت والأمر على ما قال أبو عمر يقال تخولت الشيء أتخوله تخولا إذا تعهدته بالإصلاح وهو من قولهم رجل خائل مال وخال مال إذا كان حسن القيام عليه والإصلاح له وقد خال المال يخوله خولا إذا رعاه قال الشاعر أخول على أهلي وأكفي عشيرتي أموري والإصلاح للمال أفضل والتخول التعهد في الوقت بعد الوقت يقال تخونه يتخونه تخونا قال ذو الرمة يصف ولد الظبي وتعهد أمه له بالرضاع لا ينعش الطرف إلا ما تخونه داع يناديه باسم الماء مبغوم ينعش أن يرفع وأراد بالداعي أمه واسم الماء حكاية صوتها والمبغوم الضعيف الصوت وكان أبو عمر يميل إلى القول بشيء من الإرجاء فبلغنا أنه لقي عمر بن عبيد هامش هو عمر بن عبيد من شيوخ المعتزلة توفي سنة أربع وأربعين ومئة انتهى الهامش فقال له شعرت أنكم من اللكنة أتيتكم إن العربة إذا وعيت وفت وإذا أوعدت عفت وعدت ذلك كرما أما سمعت قول قائلهم لا يرهو ابن العمي والجار صولتي ولا يختفي من سوطة المتهدد وإني إذا أوعدته أو وعدته لأخلف إعادي وأنجز موعدي فقال له عمر أبا عمر شغلك الإعراب عن الصواب أفيكون مخلفا أما سمعت قول الآخر إن أبا ثابت لمشترك الخير شريف الآباء والبيت لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوتي قال ولا يختتي الاختتاء الانكسار من الذل وهو مهموز يقال اختتاء يختتئ اختتاء وتسبى عرابيان فقال أحدهما للآخر كان أبوك يختتئ في الحي فقال الآخر كذبت لقد كان أبي يختات في الحي والاختيات التبختر قال أبو عبيدة يقال اختتأت أي انكسرت واستخذعت قال ويترك الهمز فيقال اختتيت وأنشد يا أيها الكاسر نحو العين ما لك تسري بالخنى إلينا محبنطئا منتفخا علينا من خلفنا ويختتي لدينا هامش المحبنطي المنتفخ البطن انتهى الهامش وأنشد غيره كلب عوى بالمغيب قسورة حتى إذا ما رآه من كثبي صال عليه فظل مختتيا ولف خرطومه على الذنبي والاختتاء أيضا الاستحياء يقال اختتأت منه أي استحيت منه ومن لم يهمزه قال اختتيت ولم يوجد على أبي عمر خطأ في شيء من اللغة إلا في حرف قصر عن معرفته علم من أخطأه فيه وروايته أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن أبي حاتم وغيره عن الأصمعي عن يونس قال قيل لأبي عمر بن العلاء ما الثفر فقال لست فقيل له إنه القبل فقال ما أقرب ما بينهما فذهب قوم من أهل اللغة إلى أن هذا غلط من أبي عمر وليس كما ظنوا قرأت على محمد بن عبد الواحد قال قرأت على أحمد بن يحيى ثعلب عن عمر بن أبي عمر الشيباني عن أبيه في نوادره في تفسير قول الراجز قد بعثوا ثفر الحمار المنسلق جهما أخى كل لئيم وحمق يحمي ذمار نسوة مثل النبق أستههن وخصاهم تصطفق صوت نعال القوم بالقاع القيط قال ثفر الحمار دبره وكذلك قول الأخطل أصخي ابن ثفر الكلب قالوا أراد دبر الكلب هامش البيت بتنامه أصخي ابن ثفر الكلب عن آل دارم فإنك لن تستيع تلك الروابية انتهى الهامش قالوا أراد دبر الكلب والثفر من الأنثى القبل وأصله في السباع ثم يستعار لغيرها قال الشاعر أنشده الأصمعي جزى الله فيها الأعورين ملامة وعدة ثفر الثورة المتضاجم وقال الراجز فاستعاره لبني آدم نحن بني عمرة في انتساب بنت سويد أكرم الضباب جاءت بنا من ثفرها المنجاب ومات أبو عمر سنة أربع وخمسين ومئة وكانت وفاته في طريق الشام وذلك أنه خرج إليها يجتدي عبد الوهاب ابن إبراهيم هامش هو الأمير عبد الوهاب ابن إبراهيم ابن محمد العباسي كان واليا على الشام من قبل أبي جعفر المنصور انتهى الهامش عنوان عيسى بن عمر قال أبو الطيب وأخذ العلم عن أبي عمر جماعة منهم أبو عمر عيسى بن عمر الثقافي وكان أفصح الناس وكان صاحب تقعير في كلامه واستعمال الغريب فيه وفي قراءته وضربه عمر بن هبيرة بالسياط هامش هو عمر بن هبيرة الفزاري واري العراق من قبل يزيد ابن عبد الملك انتهى الهامش وهو يقول والله إن كانت إلا أثيابا في أسيفات قبضها عشاروك هامش الخبر في طبقات الزبيبي وأسيفات تصغير أسفاق جمع سفق بفتحتين وهو كالجوالق والعشار قابض الزكاة ومات في سنة تسع واربعين ومئة قبل أبي عمر بخمس سنين أو ست عنوان يونس بن حبيب الضبي ويونس بن حبيب الضبي كان مقدما حدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا المبرد قال سمعت أبا عثمان عمر بن رحر الجاحب يقول مات يونس بن حبيب سنة اثنتين وثمانين ومئة وهو ابن ثماني وثمانين سنة وحدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهيل ابن شاذان الجنبي سابوري من جنبي سابور قال سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا عبيدة يقول اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ كل يوم الواحي من حفظه وهو يونس بن حبيب مولى بني ضبه وكان يكنى أبا عبد الرحمن وكان النحو أغلب عليه ودخل المسجد يوما وهو يهادى بين اثنين من الكبر فقال له رجل كان يتهمه على مودته وبلغت ما أرى قال هو الذي ترى فلا بلغته وقد أخذ يونس عن أبي عمر وكان حيري الاختصاص برؤبة بن العجاج فحدثنا جعفر بن محمد وعلي بن محمد الخداشي قال حدثنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال كنت في حلقة أبي عمر فجاءه شبيل ابن عزرة الضبعي فلما دخل عليه رفعه أبو عمر وألقى له لد بغلته فلما جلس قال ألا تعجبون لرؤيتكم هذا سألته عن اشتقاق اسمه رؤبة فلم يدر ما هو فوثب يونس حتى جلس بين يدي شبيل ثم قال له علك تظن أن معد بن عدنان كان أفصحا من رؤبة فأنا غلام رؤبة فما الروبة والروبة 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 والرؤبة الخامسة مهموزة فقط قال فغضب شبيل ابن عزرة وقام فقال أبو عمر يونس ما أردت إلى هذا رجل شريف قصدنا في مدنسنا فرددت عليه قوله وأحفظته فقال يونس ما تمالكت إذ ذكر الرؤبة أنقوت ما قلت ثم فسر يونس فقال الروبة الحاجة يقال فلان يقوم بروبة أهله أي بحاجتهم والروبة جمام الفحل هامش جمام الفحل مجتمع من مائه انتهى الهامش يقال أعطني روبة فحل والروبة القطعة من الليل نحو الساعة يقال مضت روبة من الليل والروبة القطعة من اللبن الحامب يروع به الحليب والرؤبة بالهمز القطعة من الخشب يرأو به القعب وبه سمي الرجل رؤبة عنوان شبيل ابن عزرة الضبعي وشبيل ابن عزرة هذا كان راوية نسابا عالما بالغريب وكان شاعرا وكان يتشيع سبعين سنة ثم صار بعد ذلك خارجيا ويكنى أبا عمر ومات بالبصرة وله بها عقب عنوان أبو الخطاب الأخفش وأخذ عن أبي عمر أيضا أبو الخطاب الأخفش هامش هو المعروف بالأخفش الكبير واسمه عبد الحميد ابن عبد المجيد والأخافش المشهورون من النحات القدماء ثلاثة هذا أكبرهم والأوسط سعيد بن مسعدة والثالث علي بن سليمان ومات الأخفش الكبير ولم يعرف تاريخ وفاته وذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من طبقات النحويين البصريين انتهى الهامش فكان هؤلاء الثلاثة أعلم الناس وأفصحهم وأنف عيسى بن عمر في النحو الكتابين كتابا مختصرا وكتابا مبسوطا فسمى أحدهما الإكمال والآخر الجامع فأخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال قرأت أوراقا من أحد كتابي عيسى بن عمر فكان كالإشارة إلى الأصول وفيها يقول الخليل بن أحمد بطلا نحو الذي جمعتم غير ما ألف عيسى بن عمر ذاك إكمال وهذا جامع وهما للناس شمس وقمر من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة مراتب النحويين عنوان عمر الراوية وكان في هذا العصر عمر الراوية أبو حفص إلا أنه لم يؤلف شيئا ولم يأخذ عنه من شهر بكره فبلغنا أن سيار ابن عبد الله هامش هو سيار ابن عبد الله ابن قدامة ابن عنكرة والله أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة سبع وثباثين ومئة وبقي على القضاء إلى أن مات سنة ست وخمسين ومئة انتهى الهامش لما ولي القضاء دخل عليه عمر الراوية يهنئه فقال ينتصف بك المظلوم وينقمع بك الظالم إلى غير ذلك مما كلمه به فقال له الصوار يا أبا حفص إن خصمين ارتفع إلي الوين في جارية فلم أدر ما قال قال وما ذاك قال إن الخصم ذكر أنها ضحياء قال بلى أيها القاضي إنه التي لا ونبت الشعر على عانتها عنوان أبو جعفر الرؤاسي وممن أخذ عن أبي عمر أبو جعفر الرؤاسي هامش اسمه محمد بن حسن ابن أبي سارة ونبت الشعر بالرؤاسي لكبر رأسه ذكره الزبيدون في الطبقة الأولى من النحويين الكوفيين انتهى الهامش أعلم أهل الكوفة وليس بمظور بهؤلاء الذين ذكرنا ولا قريب منهم أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن خنيت قال أخبرنا أبو حاكم قال كان بالكوفة نحوي يقار له أبو جعفر الرؤاسي وهو مطريح العلم ليس بشيء قال فأما ما يذكر عن عاصم القارئ هامش هو عاصم ابن أبي المذيب أحد القراء السبعة توفي سنة 27 ومئة أنه كان نحويا فلعل ذلك كان شيئا يسيرا من جليل النحو فلم يذكر قيله ولم يحفظ عنوان محمد ابن محيص وكذلك ابن محيص هامش هو محمد ابن عبد الرحمن ابن محيص توفي سنة 23 ومئة انتهى الهامش كان يحسن شيئا يسيرا من جليل النحو فسقط وكان من أهل مكة واسمه محمد وأهل الكوفة يعظمون من شأنه ويزعمون أن كثيرا من علمهم وقراءتهم مأخوذ مأخوذ عنه عنوان يحيى ابن يعمر ولا يذكر أهل البصرة يحيى ابن يعمر في النحوين وكان أعلم الناس وأفصحهم لأنه استبد بالنحو غيره ممن ذكرنا فكانوا هم الذين أخذ الناس عنهم وانفرد يحيى ابن يعمر بالفراءة وهو الذي قال للرجل الذي خاصمته إليه مرأته في صداقها أن سألتك ثمن شكرها وشبرك أن شأت تطلها وتبهلها ويقال تبهلها فالشبر النكاح وجاء في الحديث أنه لها عن شبر الفحل يريد ثياب الفحلة والشكر البدع قال ابن الأعراضي شكر المرأة فرجها وأن شبر أبي شهاد الهدري صناع بإشفاها حصان بشكرها جواد لقوة البطن والعرق زاجر أراد بإشفاها طرفها وقوة البطن الحديث لأنه يخرج من الجوف ويقال فإن رمت غير ذلك وجدت عفافا وقيله العرق زاجر أو مرتفع يسفها بالشرف وقيل يحيى ابن يعمر تطلها إلي تمطلها وتبهدها أي تقتل وتبيق عليها وتبهدها تظلمها ويبهاد افتعال منه والذين ذكرنا من الكوفيون هم أئمتهم في وقتهم وقد بينا منزلتهم عند أهل البصرة فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة فهوأساء علماء معظمون غير مدافعون في المصرين جميعا ولم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم والعربية ولو كانوا وافتخروا به وباهوا بمكانه أهل البلدان وأفرطوا في أعظامه كما فعلوا بحمزة الزيات عنوان حمزة الزيات وهو حمزة ابن حبيب ويكن أبا عمارة موضى لآل أكلمه ابن ربعي الطيمي وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى خلوان ويجلب من خلوان الجبن والجوز إلى الكوفة فإن أهل الكوفة يتخذونه إماما معظما مقدما وليس يخكى عنه شيء من العربية وأنه وإنما هو صاحب قراءه وأما عند البصريون فلا قدر له حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن حميد قال سألت عن حمزة أبا زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي وغيرهم من العلماء فأجمعوا على أنه لم يكن شيئا ولم يكن يعرف كلام العرب ولم نحو ولا كان يدعي ذلك وكان يلحم في القرآن ولا يعقله يقول وما أنتم بمصرخي بتسر بياء المشددة وليس ذلك من كلام العرب ونحو هذا من القراءة قال أبو حاتم وإنما أهل الكوفة يكابرون فيه ويباهون فقد سيره الجهار من الناس شيئا عظيما بالمكابرة والبحث وقيل ذي اللحاء العظام منهم كانت الجن تقرأ على حمزة قال والجن لم تقرأ على ابن مسعود والذين بعده فكيف خصت حمزة بالقراءة عليه وكيف يكون رئيسا وهو لا يعرف الساكن من المتحرك ولا موابع الوقف والاستئناث ولا موابع القطع والوصل والهمز وإنما يحسن مثل هذا أهل البصرة لأنهم علماء بالعربية قراء رؤساء فمات حمزة بخلوان هامش خلوان هنا في آخر سواب العراق انتهى الهامش سنة ست وخمسين ومئة في خلافة أبي جعفر عنوان الخلول بن أحمد وقال محمد بن يزيد ثم أخذ النحو عن عيسى بن عمر أبو عبد الرحمون الخلول بن أحمد الفره فلم يكن قبله ولا بعده مثله وهو من الفراهيد من الأزد أخبرنا محمد بن يحيا قال أخبرنا المدرب قال أخبرنا عبد الله بن محمد القوزي وعبو عسلين المازلي وعبو إسحاق الزيابي قالوا قال رجل من الخليل بن أحمد من أي العرب أنت فقال فراهيدي ثم سأله آخر فقال فرهيدي قال المدرب قيله الفراهيدي انتصب إلى فراهيدي ابن مارك ابن فهم ابن عبد الله ابن مارك ابن نصر ابن الأزد وكان من أنفسهم صحيح النسب معروف الأهل وقيله الفرهيدي انتصب إلى واحد الفراهيدي وهو الفرهيدي والفراهيدي صغار الغنم وكان أبو حات يقول الخليل ابن أحمد الفرهودي من الفراهيدي من اليمن واسم الرجل عنده الفرهيدي ابن مالك وكان يذهب إلى أن الفراهيدي جمع مثل قولهم الجعافرة والمهالبة والجمع لا ينسب إليه تقول هذا رجل من الجعافرة ومن المهالبة ولا يقال جعافري ولا مهالبي وكان الخليل أعلم الناس وأبكاهم وأفضل الناس وأتقاهم أخبرنا محمد بن وحيا قال أخبرنا الحسين ابن فهم هامش هو الحسين ابن فهم صاحب محمد ابن سعد ذكره ابن حجر في سام الميزان وقال سمع من محمد ابن سلام الجمحي ويحيا بن معين وخلف ابن هشام وطائفة وقال ابن كامل كان مفتن في العلوم حافظا للحديث والأخبار والأنساد والشعر عارفا بالرجال متوسطا في الفقه توفي سنة تسعية ثمانين ومئتين انتهى الهامش قال سمعت محمد ابن سلام يقول سمعت مشاوخنا يقولون لم يكن بالعرب بعد الصحابة أبكى من الخليل ابن أحمد ولا أجمع ولا كان في العدم أبكى من ابن المقفع ولا أجمع أخبرنا محمد ابن يحيى قال أخبرنا القاسم ابن إسماعيل هامش هو المعروف بأبي ذكوان تقدمت ترجمته انتهى الهامش قال حدثنا أبو محمد التواجي قال اجتمعنا بمكة أدباء كل أفق فتذاكرنا أمر العلماء فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفونهم ويقدمونهم حتى جرى ذكر الخليل فلم يبقى أحد إلا قال الخليل أبكى العرب وهو مفتاح العلمي ومصرفها أخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أبو بكر سعد ويهي قال سمعت نصر ابن علي الجهبمون هامش يكمي بأبي عمر الجهبمون البصري من أهل البصرة قد نبغداد وحدث بها مات سنة خمسين ومئتين انتهى الهامش يقول سمعت علي بن نصر يقول كان الخليل بن أحمد من أزهد الناس وأعلاهم نفسا وأشدهم تعففا ولقد كان الملوك يقصدونه ويتعرضون له لينار منهم ولم يكن يفعل وكان يعيش من بستان له خلفه عليه أبوه بن خريبة هامش الخريبة برفض التصوير موضع للبصرة انتهى الهامش أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثني هارين بن عبد الله المهندين قال حدثني القاسم بن محمد هامش هو أبي محمد القاسم بن محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة ترجم له الخطوب في تاريخ بغداد انتهى الهامش قال سبيعت وحد المزرير يقول قل من كان بظاهرة البصرة من العلماء والزهاد إلا كان في باطنتها مثله يضعه أهل بصرة حياله فكان عبد الله بن عم في الباطنة وكان يعد الخليل بن أحمد في الظاهرة نظيره أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثني الفضل بن الحداد أبو خليفة قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة هامش هو عبيد الله بن محمد بن حفص المعروف ببن عائشة ويقال له الآائشي من سود إلى عائشة بنت تلحة لأنه من ذريتها توفي بالبصرة سنة ثمانية ثمانين ومئتين انتهى الهامش قال كان الخليل بن أحمد يحب سنة ويغذو سنة حتى جاءه الموت أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هامش هو أبي عقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحمضلي المعروف بن راهويه جمع بين الفقه والحديث وكان من أصحاب الشافعي وتوف في سنة ثمانية ثلاثين ومئتين انتهى الهامش قال حدثنا أبو حفص السيرفي قال حدثنا أبو عاصم هامش هو أبو عاصم الضحاك بن مخرد الشيباني البصري من شيوخ المحدثين وحفاظهم توفي سنة ثمتي عشرة ومئتين انتهى الهامش قال دخلنا على الخليل ابن أحمد قبل يفاته بأيام فقال والله ما فعلت قط فعلا أخاف على نفسي منه وكان له فضل فكر صرفته إلى جهة ويلدت أني كنت صرفته إلى غيرها وما علمت أني كذبت بتعمب قط وأرجو الله أن يغفر لي التأول قال عبد الطيب المغوي وعدع الخليل بدائع لم يسبق إليها فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحريف في الكتاب المسنى بكتاب العين فإنه هو الذي رتب أبوابه وتوف من قبل أن يحشوه أخبرنا محمد بن يحيا قال سمعت أحمد بن يحيا فعلبا يقول إنما وقع الغلط في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه ولو كان حشاه ما بطى فيه شيئا لأن الخليل رجل مذور مثله قال وقد حش الكتاب أيضا قوم علماء إلا أنهم لم يؤخذ منهم رواية وإننا وجد بنقل والراقيم فاختل الكتاب لهذه الجهة أخبرنا محمد بن عبد الواحد الزاهد قال حدثني فثن قدم علينا من خراسان وكان يقرأ علي كتاب العين قال أخبر أبي عن إسحاق بن راهويه قال كان الليف هامش هو الليف بن مصر بن خيار الخراساني قال ابن معتز كان من أكتب الناس في زمانه بارعا في الأدب بصيرا بالشير والغريب والنحو وكان كاتبا بالبرامكة انتهى الهامش كان الليف صاحب الخليل بن أحمد رجلا صالحا وكان الخليل عنر من كتاب العين باب العين وحده فأحب الليف أن تنفق سوق الخليل فصنف باقي الكتاب وسمى نفسه الخليل وقال لي مرة أخرى فسمى لسانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد فهو إذا قال في الكتاب قال الخليل بن أحمد فهو الخليل وإذا قال وقال الخليل بطلقا فهو يحكي عن نفسه فكل ما كان في الكتاب من خلل فإنه منه لانو الخليل بن أحمد ومما أبدع فيه الخليل اختراعه العروض التي حضرت على أوزان العرب هامش حضرت أي قصرت والعروض ميزان الشعري وهي مؤنثة انتهى الهامش وألحقت المفحمين بالمطبوعين وبلغني عن الخليل أنه تعلق بأستار الكعدة وقال اللهم ارزقني علما لم يسبقني إليه الأولون ولا يأخذه إلا عن والآخرون ثم ثم رجع وعمل العروض وأحدث الخليل أنواعا من الشعر ليست من أوزان العرب أخبرنا محمد بن وحيا قال أخبرنا محمد بن الرياشي قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد اليزيدين قال أخبرني أصحابنا أن للخليل بن أحمد قصية على فعلا فعلا ثلاثة متحركات وساكن وأخرى على فعل فعل بمتحرك وساكن فالتي على ثلاثة متحركات قصيته التي فيها سئلوا فأبوا فلقد بخلوا فلبئس لعمر كما فعلوا أبكيت على طلل طربا فشياك وأحزنك الطلل والتي على فعل ساكن العين قوله هذا عمر يستعفي من زيد عند الفض القاضي فانهوا عمرا إني أخشى صيل الليث العاد الماضي ليس المرء الحان أنف مثل المرء الضيم الراضي فاستهرض المحدثون من هذين الوزنين وزن سموه المخلع هامش هو بخلع البسيط ووزنه مستفعر فاعل فاعل مرتين وخلطوا فيه بين أجزاء هذا وأجزاء هذا ومن بدائعه ما أخبر موضيه محمد بن وحيا قال أنشدني رمر بن عبد الله أبو حفص العتكي قال أنشدني أبو الفضل جعفر بن سرمان بن محمد بن موسى النوفلي عن الحرنازي هامش هو أبو علي الحسن بن علي أعرابي بدوي راوية قدم البصرة ونزلها من سود إلى حرماز ابن مالك ابن عمر ابو تنين وكان شاعرا انتهى الهامش بالخليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها ويختلف معناها وإنما أراد بهذا أن يبين أن تكرار اللفظ في القواف ليس ببائر إذا لم يكن بنعنى واحد وأنه ليس بإيطاء هامش الإيطاء اتفاق قافيتين أو أكثر بنعنى واحد في قصيرة واحدة انتهى الهامش والأبيات وويح قلبي من دواء الهوى إذ رحر الجيران عند الغروب أتبعتهم ترفي وقد أمعنوا ودمه عيني كثير الغروب يأيان وفيهم قفلة حرة تفتر عن مثل أقاح الغروب هامش الطفلة أهجارية الرقيقة البشرة الناعمة انتهى الهامش فالغروب الأول غروب الشمس والغروب الثاني جمع غرب وهي الدنيا العظيمة المملوئة والغروب الثالث جمع غرب وهي الوهاد المنخفضة فقصد هذا القصد بعض الشعراء فأنشدنا عبد القدوس ابن أحمد قال أنشدنا ثعلب أتعرف أطلالا شدينك بالخالي وعيش زمان كان في العصر الخالي ليالي ريعان الشباب مسلط علي بعسيان الإمارة والخالي وإذ أنا خدم من غوي أخي الصدع وللغزر المريح بالله والخالي ولخو مصطاب الرجال بفاح وخد أسيل كالوذيرة ذي خالي إذا رئمت ريعا رئمت رباعها كما رئم الميثاء ذي الريبة الخالي ويقتابني منهم رخيم دلاله كما اقتاب مذرا حين يألف ذي الخالي زمان أفدي من يراح إلى الصدى بعمية من فرض الصبابة والخالي وقد علمت أني وإن منت للصدى إذا القوم كعه لست بالرئيش الخالي ولا أرتدي إلا المريئة حلة إذا ضن بعض القوم بالعصب والخالي وإن أنا أبصرت المحول ببلدة تنكبتها واشتنت خالا على خالي فحالف حلفي كل حلف مهذب وإن لا تحالفني فخال إذا خالي وإني حليف للسماحة والمدى كما احتلفت عبس وذبيان في الخالي وثارثني في الحلف كل مهند لما رين من صن العظام به خالي قوله شجوك بالخالي يريد موضعا بعينه وقوله في العصر الخالي أي الماضي وقوله الإمارة والخالي يريد الراية وقوله بالله والخالي يريد الخولاء والكبر وقوله كالوذيرة بالخالي يريد واحد خيلان الوجه وقوله بالريبة الخالي يعني العزب وقوله حين يألفه الخالي هو الذي يخليه أن يلقي النجام فيه وقوله من فرق السبابة والخالي يريد أخى أمه وقوله بالرعش الخالي يعني المنخوب الضعيف وقوله بالعصب والخالي يريد برود الخال وهي ضرب من برود اليمن وقوله على خالي يعني السحاب وقوله خال إذن خالي من المخالة وهي التخلي وقوله بالخال يريد موضع وقوله خال أي قاطع قال أبو الطيب اللغوي ولما ظننا أن من يسمع هذه الأدوات ربما خال أن قائلها قد زاد على الخلوم وأنه لما تعرض لشيء تقصاه رأينا أنه بخلاف هذه الصورة وأنه قد ترك أكثر مما أخذ وأغفل أكثر مما أورد فقد بقي عليه من هذه القافية ما نحن نظموه أدواتا ومعتبرون من تقصينا فيه إذن بغية إيراد القوافي دون التعمل لنقد الشعر قلن بربع الدار دان أنيسه على رغم أنف الله قفرا بذن خالي مساعد خل أو مقب ذنة ومحي قتلي بعد سكانه خالي خلا منهم من حيث لم تخل مهجتي ولم يخل من نؤين وأورق كالخالي وكم جملت أي ذنوى وصروفها على الزمن الخالي المحبين بالخالي تبصر خلوبي الربعة شيئت بائم بقلب من الوجد الذي حل بي خالي ألم ترني أرعي الهوى من جوانحي رياضا كهم المرء ذنع من خالي أذوق أمريه بغير تكره مذاقة موفور على جرعتي خالي وأسكن منه كل واد ببلة وآلف ربعا ليس من مألف الخالي وكم أنتبو فيه سنوف عزائم وأنبو ثياب الببن عن جمر خالي وكم من هدى نكبت عنه إلى هوا وحق يطين حدت عنه إلى خالي ومهما تذلني بليلا صبابة فغير معرى القدر من منبس الخالي تطامن توذير الهوى يستقيده وألحق أطواب الأعزين بالخالي أظن أظن بعهدي ظن غيري بروحه وأبذل روحي بذل بالكرم الخالي وإن أخلم شيء فلا من صبابة خلت شرتي كالغيث ظن به الخالي وإن تخل لولا من تذكر عهدنا فكم أيقل الواشون أني بها خالي وإن يزعموا أني تخليت بعدها فما أنا عنها بالخلي ولا الخالي قال أبو الطيب ذل خالي اسم موضع قال أمرو الغيس ديار سليمى عافية بذل خالي ألح عليها كل أسحمها الطالي وبعد سكانه خالي معناه يا خالد على الترخيم مثل عامي ومالي لعامر ومالك وأورقك الخالي فالأورق الرماد والخالي الحبل الأسود والمحبين بالخالي فالخالها هنا ثيب يأستر به الميت ومن الوجد الذي حل بي خالي أو فارغ وذل نعم الخالي فالخال الرجل الحسن القيام على ماله والرعي لإبله يقال إنه لخائل مال وخال مال وموفور على جرعة خالي من قولهم خلى على اللبن أو غيره وأخلى عليه إذا لزمه وحده ولم يتغذب غيره وليس من مألف الخالي من قولهم خلى بالمكان إذا لزمه فلم يفارق وعن جمل خالي فالخال البعير الضخم البادل وخط عنه إلى خالي إلى غن وقيلهم من نلبس الخالي فالخال الرجل المتكبر المتعظم وأنحق وطواب الأعزي بالخالي فالخال الأكمة الصغيرة ومذل بالكرم الخالي فالخال الرجل السمح والجوات وكالغيث بل به الخالي فالغيثها هنا النبد وبل به ظفر به والخالي الذي يجز والخلا وإني بها خالي أو منفرد وما أن عنها بالخلي ولا الخالي فالخلي الذي ليس بمحزون والخالي البريء ولم يكن في علماء البصريين من قطع عليه أنه منقطع القريم مثل الخليل بن أحمد أخبرنا محمد بن يحيا قال حدثنا محمد بن الفضل بن الأسود قال حدثنا صالح بن محمد الخرساني قال حدثنا سوار بن عبد الله ابن سوار قال حدثني أبي قال شهد الخليل عند سوار بن عبد الله شهادات فقبله فيها كلها أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زياد الزياذي والحسن ابن محمد المهري قال حدثني عبد الله ابن محمد التوجي قال سمعت أبا السمراء يقول سمعت يحيى ابن خالد البرمكي هامش هو يحيى ابن خالد ابن برمك وزير الرشيد مات في الحبس سنة تسعين ومئة انتهى الهامش يقول أربعة ليس في فنهم مثلهم أبو حنيفة في فنه هامش هو النعمال ابن ثابت أبو حنيفة التيمي صاحب المذهب توفى سنة ثلاث وخمسين ومئة انتهى الهامش والخليل ابن أحمد في فنه وابن المكفع في فنه والفزاري في فنه من فضلك تابع بقية المادة نواصل القراءة تحت عنوان الخليل بن أحمد قال أبو الطيب الواوي وأنا أقول وأبو عثمان عمر بن بحر الجاحب في فنه هامش توفي الجاحب بالبصرة سنة خمس وخمسين ومئتين انتهى الهامش هو أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكنبي في فنه هامش هو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن الصباح الكنبي فيلسوف العرب في عصره نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد واشتهر بالطب والموسيقى والهندسة والفلك وتوفى سنة ست عشرة وثلاثمائة انتهى الهامش ومن شهرة الخليل بن أحمد وتقدمه في العلم ضرب به العلماء والشعراء الأمثال وذكاوه في شعرهم فقال إسحاق الموسلي يهجو الأصمعي وحسبك بالأصمعي أليس من العجائب أن كلبا أصيم عباهليا يستطيل ويزعم أنه قد كان يفتي أبا عمر ويسأله الخليل وقال خالد النجار يهجو التوجي يا من يزيد تمقتا وتباغبا في كل لحظة والله لو كنت الخليل لما كتبنا عنك لفظة وقال عمارة بن عقيل ابن بلال ابن جرير لو لا الإله وأمني متخوف مما أقوم لعنت قبر خليلي ألقى مسائل في العروض تغنما من فاعل مستفعل وفعولي وقال أبو تنام حيو بن أوس الطائي يهجو عياش ابن مهيعة الحضرمي فقدتك من زمان شر فقدي وغالت حاذثاتك كل غولي نحت نكباته سبل المعالي وأطفأ لوله سرج العقول فما حين الأريب بساترات فضائحه ولا لب الأصيل فلو نشر الخليل له لعفت بلاغته على فطن الخليل فما أدري عماو عن ارتياد بهاني أم عماك عن الجميل وأنشدون عن المبرد لم يدر ما علم الخليل فيقتدي لبيان ذاك ولا حدود المنطقي وكان في هذا العصر ثلاثة هم أئمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب لم يرى مثلهم قبلهم ولا بعدهم عنهم أخذ جن ما في أيدي الناس من هذا العلم عنهم بل كله وهم أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي وكلهم أخذوا عن أبي عمر اللغة والنحو والشعر وروا عنه القراعة ثم أخذوا بعد أبي عمر عن عيسى بن عمر وأبي الخطاب الأخفش ويونس بن حبيب عن جماعة من ثقات الأعرابي وعلمائهم مثل أبي مهدية وأبي طفيلة وأبي البيضاء وأبي الخيرة واسمه إياد بن مقيط وأبي مالك عمر بن كركرة صاحب النوادر من بني نمير وأبي الدقيش الأعرابي وكان أفصح الناس وليس الذين ذكرنا دونه وقد أخذ الخليل أيضا عن هؤلاء واختلف إليهم أخبرنا حمدان ابن الحسن الرافعي أبو سلمة قال حدثنا عسل ابن ذكوان أبو علي قال حدثنا المازمين عن الأخفش قال قال الخليل دخلنا على أبي الدقيش الأعرابي معوده فقلت له كيف تجدك يا أبو الدقيش قال أجدني أجد ما لا أشتهي وأشتهي ما لا أجد ولقد أصبحت في زمان سوء قلت وما زمان السوء قال من جاد لم يجد ومن وجد لم يجد قلت ما الدقيش قال لا أدري وقد حكى يونس عن أبي الدقيش مثل هذا وأخبروني عن ابن بريد قال أخبرني أبو حاتم عن الأخفش قال قال يونس سألت هذا الدقيش ما الدقيش فقال لا أدري إنما هي أسماء نسمعها فنتسمى بها وقال أبو عبيدة الدقشة بوئدة الرقطاء أصغر من العضاء قال والدقش شبيه بالنقش وقد سموا بنقشا وإن كانت النون زائدة فهو من هذا وقال ابن الأعرابي الدنقشة الشر والاختلاط عنوان أبو زيد سعيد بن أوس وكان أبو زيد أحفظ الناس للغة بعد أبو مالك وأوسعهم رواية وأكثرهم أخذا عن البادية وقال ابن مناظر كان الأصمعي يجيب في ثلث اللغة وكان أبو عبيدة يجيب في نصفها وكان أبو زيد يجيب في ثلثيها وكان أبو مالك يجيب فيها كلها وإنما عن ابن مناظر توسعهم في الرواية والفتية لأن الأصمعي كان يضيق ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويرج في ذلك وامحك وكان مع ذلك لا يجيب في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يزيد بعضهم على بعض وأبو زيد هو سعيد بن أوس ابن ثابت من الأنصار وهو من رواة الحديث ثقة عندهم مأمون وكذلك حاله في اللغة وكان من أهل العدل والتشيع وكان أبوه أوس ابن ثابت محدثا أيضا أخبرنا محمد بن يحيا قال حدثنا محمد ابن وزيد الثمالي قال حدثنا المازني قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أوس بن ثابت وهو أبو أبو زيد عن أبيه قال أتي شريح ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال شريح للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم فقال علي عليه السلام أخطأ العبد الأبضر للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي فبينهما نصفاني هامش شريح بن حارث ابن قيس الكندي الكوفي استقضاه عمر على الكوفة وأقره علي وأقام على القضاء بها ستين سنة وتوفي سنة خمس وثمانين على خلاف في ذلك انتهي هامش وقد أخذ عن أبو زيد اللغة أكابر الناس منهم سيبويه وحسبك قال أبو حاتم عن أبو زيد كان سيبويه يأتي مجلسه وله ذؤابتان قال فإذا سمعته يقول حدثني من أثق بعربيته فإنما يريدني وكبرت سنه حتى اختل حفظه ولم يختل عقله فأخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا أبو سعيد الحسن ابن الحسين السكري قال أخبرنا الرياشي قال أتيت أبا زيد معي كتابه في الشجر والكلأ فقلت له أقرأ عليك هذا فقال لا تقرأه علي فإني قد أنسيته أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن أبي حاتم قال قلت لأبو زيد نسأل نسأل الله في أجلك فقال يا بني من نسأل من نسأل بعد ثمانين وكان أبو زيد جميل الخلق محببا فأخبرني محمد بن وحيا قال أخبرنا محمد بن وزيد قال كان أبو زيد الأنصاري ملقب الناس فلقب الجرمية بن كلب في جبله وحمرار عينيه ولقب المازمية تدرج لأن نشيته كانت تشبه نشيت التدرج ولقب أبو حاتم رأس البغل لكبر رأسه ولقب التوزي أبو وزواز لخفة حركته وذكائه ولقب الزيابي طارقا لأنه كان يأتيه بليل ومن جلالة أبو زيد في اللغة ما حدثنا به جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن حسن الأزدي عن أبي حاتم عن أبو زيد قال كتب رجل من أهل رام هرمز يقال له علاوة إلى الخليل بن أحمد يسأله كيف يقال ما أوقفك هاهنا ومن أوقفك فكتب إليه هما واحد قال أبو زيد ثم لقي من الخليل فقال لي في ذلك فقلت له لا إنما يقال من وقفك وما أوقفك قال فرجع إلى قولي قال أبو الطيب اللغوي وأما الأصمعي فإنه يأبى فيهما جميعا إلا وقفك بغير أرف قال وسميت أبا عمر يقول لو قلت ما أوقفك هاهنا أي ما عرضك للوقوف كان ثوابا وقارب أبو زيد في سنه مئة سنة ومات سنة خمسة عشرة ومئتون ذكر ذلك المازني عنوان أبو عبيدة معمر ابن المثنى وأن أبو عبيدة وهو معمر ابن المثنى التيمي من تيم قريش مولا لهم فإنه كان أعلم الثلاثة بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم وكان أكمل القوم ومع ذلك فإنه كان ربما أنشد البيت فلم يقم وزنه حتى يكسره ويخطئ إذا قرأ القرآن نظرا أخبرنا محمد بن يحيا قال حدثني مسعود ابن بشر قال سمعت يزيد ابن مره يقول ما كان أبو عبيدة يفتش عن علم من العلوم إلا كان من يفتشه عنه يظن أنه لا يحسن غيره ولا يقوم بشيء أجود من قيامه به وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال سمعت أبا زيد عمر بن شبه يقول قال أبو عبيدة ملتقى فرسان في جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيهما قال عمر بن شبه وأنا أقول ذلك في الإسلام خاصة وكان أبو عبيدة يميل إلى مذهب الإباضية من الخوارج هامش الإباضية جماعة من الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إباب التميمون يرون أن مخالفيهم من هذه الأمة ليسوا مشركين ولا مؤمنين ويجوذون شهادتهم ويستحلون الزواج منهم انتهى الهامش وكان يبغض العرب وقد ألف في مثالبها كتبا أخبرنا جعفر بن محمد بن باتوية قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال حدثنا أبو حاتم قال كان أبو عبيدة يميل إلي لأنه كان يظنني من خوار سجستان وكان يستنشذني شعرهم ويتلحص عليهم وأخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا محمد بن وزيد قال أخبرنا التوجي قال دخلت على أبي عبيدة وهو جارس في مجلس مسجده وحده ينكت في الأرض فرفع رأسه إلي وقال من القائل أقول لها وقد شأت وجاشت من الأطماع ويحك لم تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك وانتطاعي فقلت قطري ابن الفجاء الخارجي هامش هو قطري ابن الفجاء ابن مازم الخارجي وكن يتو أبو نعامه كان زعيما من زعماء الخوارج خرج زمن مصعب ابن الزبير سنة ست وستين وبقي عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة وكان الحجاج يسير إليه جيشا بعد جيش وهو يستغفر عليه إلى أن توجه إليه سفيان ابن أبرد الكربي فظهر عليه وقتله سنة ثمان وسبعين انتهى الهانش قال فضى الله فاك هل لا قلت لأمير المؤمنين أبو نعامه قال لي اجلس واكتم علي ما سمعت مني قال فما ذكرته حتى مات حدثنا علي بن إبراهيم البغدادي قال سمعت عبدالله ابن سليمان يقول سمعت أبا حاتم السجستاني يقول جاء رجل إلى أبي عبيدة يسأله كتاب وسيلة إلى بعض الملوك فقال لي يا با حاتم اكتب له عني ويلحن في الكتاب فإن من نحو محدود ومات أبو عبيدة سنة عشر ومئتين أو احدى عشرة وقد قارب المئة عنوان الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب وأما الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب ابن أصمع ابن علي ابن أصمع الباهلي فإنه كان أتقن القوم للغة وأعلنهم بالشعر وأحضرهم حفظا وكان أبوه قدراء الحسن وجالسه وكان تعلم نقض الشعر من خلف الأحمر مولى الأشعريين وهو خلف بن حيان ويكنى أبا محمد وأبا محرز قال أبو حاتم عن الأصمعي كان خلف مولى أبي بردة هامش هو أبي بردة عامر ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري كان قابيا بعد شريح توفي سنة ثلاث ومئة على خلاف في ذلك انتهى الهامش أعتقه وأعتق أبويه وكان فرغانيون وكان أعلم الناس بالشعر وكان شاعرا ووضع على شعراء عبد القيس شعرا موضوعا كثيرا وعلى غيرهم عبثا به فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال كان خلف ثم أخذ النحو عن عيسى بن عمر وأخذ اللغة عن أبي عمر ولم يرى أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه وكان به يضرب المثل في عمر الشعر وكان يعمل على ألسلة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه آه ثم نسك فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة وبذل له بعض الملوك مالا عظيم خطورا على أن يتكلم في بيت الشعر شكوا فيه فأبى ذلك وقال قد مضى لي في هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه وبلغ مبلغا لم يقاربه حماد فلما تقرأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم من أشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس فقالوا له أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم ومن من أخذ عنه واختص به أبو نواس وقد أخذ عن أبي عبيت أيضا وله في خلف مراث ونعود إلى ذكر الأصمعي أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهل قال أخبرنا أبو عثمان الأشنان داني هامش هو أبو عثمان سعيد بن خارون الأشنان داني كان نحويا مغاويا من أئمة اللغة أخذ عنه ابن دريد وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائتين انتهى الهامش قال أخبرنا التوزي قال خرجت إلى بغداد فحضرت حلقة الفراء فرأيته يحكي عن الأعراب ويحتشد بشياهد ما كان أصحابنا يحفلون ببعضها فلما أنس بي قال لي ما فعل أبو زيد قلت مبازم لبيته ومسدده وقد أسن فقال ذلك أعلم الناس باللغة وأحفظهم لها ما فعل أبو عبيدة قلت مرازم لبيته ومسدده على سوء خلقه فقال أنا إنه أكمل القوم وأعلمهم بأيام العرب ومذاهبها ما فعل الأصمعي قلت مرازم لبيته ومسدده قال ذلك أعلمهم بالشعر وأتقنهم باللغة وأحفظهم حفظا ما فعل الأخفش يعني سعيد المسعدة قلت معاذا ويكتبوا عازما على الخروج إلى الري قال أنا إنه إن كان خرج فقد خرج معه نحو كله والعلم بأصوله وفروعه ولم يرى الناس أحضر جوابا وأتقن لما يحفظ من الأصمعي ولا أصدق لهجة منه وكان شديد التأله كان لا يفسر شيئا من القرآن ولا شيئا من اللغة له نظير أو اشتقاق في القرآن وكذلك الحديث تحرريا وكان لا يفسر شعرا فيه هجاء ولم يرفع من الحديث إلا أحاديث يسيرة وكان صديقا في كل شيء من أهل السنة وولد سنة 23 ومئة وعمر مئة وتسعين سنة وقال عبد الرحمن مات عني في صفر سنة 16 ومئتين وله إحدى وتسعون سنة أخبروني عن أبي الحاتم قال قلت للأصمعي نقول الربة والربة بالجماعة من الناس فلم يتكلم فيه لأن في القرآن ربيون كثير أو جماعيون أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم قال سمعت الأصمعي يقول تسعة أعشار شعر فرزدق سرقة وكان يكابر وأن جرير فله ثلاثمائة قصيدة ما علمته سرق شيئا إلا نصف بيت قلت ما هو قال هو هجاء وتحرج أن يذكره فأما ما يحكيه العوام وسقاط الناس من موادر الأعراب ويقولون هذا لما فتعله الأصمعي ويحكون أن رجلا رأى عبد الرحمن ابن أخيه فقال ما فعل عمك فقال قائد في الشمس يكذب على الأعراب فهذا باطل ما خلق الله منه شيئا ونعوذ بالله من معرف جهل قائليه وسقوط الخائدين فيه وكيف يقول ذلك عبد الرحمن وليلا عمه لم يكن شيئا وكيف يكذب عمه وهو لا يروي شيئا إلا عنه وأن يكون الأصمعي كما زعموا ولا يفتي إلا فيما أجمع عليه العلماء ويقف عما يتفردون به عنه ولا يجيز إلا أفصح اللغات ويلد في بسع ما سواه أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهين الجنب السابيري قال أخبرنا الزيابي قال ورد رجل من خراسان على الأصمعي فلما أنس به قال له يوم وهو في داره أين كتبك فأشار إلى شيء في زاوية البيت استقله الرجل فقال له ليس إلا قال لا وإنه من حق لكثير وكان أبو زيد وأبو عبيدة يخالفانه ويناوئانه كما يناوئهما فكلهم كان يطعن على صاحبيه لأنه قريب الرواية ولا يذكره بالتزيد وكان أبو زيد أقلهم طعنا على غيره وكان أبو عبيدة يطعن على الأصمعي بالبخن وذيط العطن وكان الأصمعي إذا ذكر أبو عبيدة قال ذاك ابن الحائك أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن أبي حاتم قال أن لا علينا أبو عبيدة بيت عبد مناث ابن ربعي الهدري حتى إذا أسيكوهم في قتائبة شلا كما تبرد الجنالة السردة هامش قتائية ميضع والجنالة أصحاب الجنال كالبغالة والحمارة وانتصاب شلا على المصدر ودل على ثقل مغمر يحصل بظهوره جواب حتى إذا أسلكوهم وتلخيص الكلام حتى إذا أسلكوهم هذا الميضع شلوهم شلا والبيت في ديوان الهدرين انتهى الهامش وقال هذا كلام لم يجئ له خبر وهذا البيت آخر قصودة قال ومثله قيل الله عز وجل ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كله له الموتى بل الله الأمر جميعا قال فجئت إلى الأصمعي فأخبرته بذلك فقال أخطأ بن الحائك إنما الخبر في قوله شلا كأنهم قالوا شلوهم شلا قال فجعلت أكتب ما يقول تفكر ساعة ثم قال ليصبر فإني أظنه كما قال لأن أبا الجودي الراجز أنشدني ليقد حداهم أبا الجودي برجز مسحنفر روي مستويات كنوى البرمي فهذا كلاما لم يجئ له خبر فانظر إلى هذا الإنصاف بينهم مع شدة المنافسة ثم لا يتهم أحدهم صاحبه بالكذب ولا يقرفه بالتزيد لأنهم يبعدون عن ذلك فأما حضور حفظه وذكائه فإنه كان في ذلك أعجوبة أخبرني محمد بن يحيا قال أخبرني القاسم ابن إسماعيل قال حدثني التوزي قال كنو عند الأصمعي فوقف عليه أعرابي من بني أسد فقال له ما معنى قول الشاعر لا مال إلا العطافة تؤذره قل ثلاثين وجنة الجبني هامش الأبيات في أمان المرتبى ورؤي عن فعلب أنها في وصف صعلوك وبعد هذا البيت فيهما لا يرتقي النجز في ذناذلة ولا يعد من عليه من بللي والنجز الماء الذي يتحلب من الأرض والذناذ أسافر القميص الطويل انتهى الهامش فاندفع الأصمعي ينشر باقي الشعر عصرته متفة تغنمها بسب تلقى مواقع السبل أو أجبة من جنوة أشكلة إن لم يرغها بالقوس لم تنلي فعجب الأعرابي وقال ما رأيت عبرة كاليوم وإننا وصف هذا الشاعر صائدا فأخبر أنه لا مال له إلا العطاف وهو السيف قال الشاعر رأيتكما يا بني عياذ غدوتما على مال ألوى لا سليد ولا أنف ولا مال لي إلا عطاف ومدرع لكم طرف منه حديد ولي طرف وقيله تأذره أي تعينه وأم ثلاثين كليانة فيها ثلاثين نبلة وابنة الجبل قيص عمرت من سجرة جبلية وقيله عصرته أي ملجأه والنطفة الماء والنصب نقرة في الجبل ويقال شق في الجبل والسدن المطر والوجبة الأكلة في اليوم والليلة والأشكلة سجرة تحمل لونين من النبق بيضاء وحمراء وجناتها خمرتها ويرغها يلتمسها والعبلة الأمر العظيم أخبرنا أبو روق الهزاني هامش الهزاني بكسر الهاء منصوب إلى هزان بطن من العتيك والعتيق في ربيعة وأبو روق ذكره ابن الأثير في اللباب وقال حدث هو وأبوه عن نيون ابن مهران الكاكب انتهى الهامش قال حدثني الرياشي قال كني عند الأصمعي فوقف عليه أعرابي فقال أنت الأصمعي قال نعم قال أنت عالم أهل الحضر بكلام العرب قال كذلك يزعمون قال ما معنى قول الأول أما ذاك إلا بيك شارد خمرة نبيه الغراب لا يمل الحوانية فلما استقل السنف نادى بسيته ألا يا غراب هل رددت ودائيا فقال الأصمعي إن العرب كانت تزعم أن البيك في الزمان الأول كان ذا جناح يطور به في الجو وأن الغراب كان ذا جناح كجناح البيك لا يطور به وأنهما تنادن ذا تريدة في حانة يشربان فنفد شرابهما فقال الغراب ربيك لو أعارتني جناحك لا تيتك بشراب فأعاره جناحه فطار ولم يرجع فزعموا أن البيك إنما يصيخ عند الفجر استدعاء لجناحيه من الغراب فضحك الأعرابي وقال ما أنت إلا شيطان وهذا الشعر لأمية بن أدو الصند أخبرنا محمد بن يحيا قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا الخليل بن أسد قال كنا عند الأصمعي فجاءه رجل فقال زعم أبو زيد أن الندى ما كان في الأرض والسدى ما سقط من السماء فوضب الأصمعي وقال كما يصنع بقول الشاعر ولقد أتيت البيت يخشى أهله بعد الهدو وبعد ما سقط الندى أفتراه سقط من الأرض إلى السماء أخبرنا محمد بن يحيا قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا عبد الصند بن المعذل حامش هو عبد الصند بن المعذل بن غيلان من شعراء الدولة العباسية بصري المولد والمنشأ وقد روى عنه كثير من اللغة وقد روى عنه كثير من اللغة وقليل من الحديث انتهى الهامش قال رأيت الأصمعي بمكة وقد جاءه الأحمر الكوفي فألقى عليه مسائل من الغريب فجعل يجيبه الأحمر كأنه مجمول من سؤاله وحركته فلن ننقى المسائل تمثل الأصمعي بقول ابن مقبل ما لك تجري إلينا غير بي رسل وقد تكون إذا نجريك تعمينا فقد بريت قباحا أنت نرسلها ونحن رابوك فانظر كيف ترمينا ثم سأله الأصمعي عن بيت فلم يجب فسأله عن ثان فلم يجب فسأله عن ثالث فنجلج فقال الأصمعي متنثلا ونجلج مبعثا فيها أمود أصلت فهي تحت الكشح داء وصست بنائها فبشيت عنها وعيدي لو طلبت لها شفاء فقال الأحمر ما تعرض لك في اللغة إلا مجمين من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبثة الألوكة بالتعاوم مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة مراتب النحويين نواصل القراءة في موضوع الأصمعي عبو سعيد عبد الملك ابن قريب أخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أنباءنا المبرد قال أخبرنا الرياشي قال رأيت في النوم كأني أسأل الأصمعية بعدما مات ما معنى قول الشاعر وكل جريدة فإلى بلاها وكل جريدة فإلى جديدي فقال لي إلى يوم جديد يأتي عليها أو إلى بلا جديد لا بد من ذلك قال الرياشي حتى في النوم وبعد الموت أيضا لم يخطئ أخبرنا محمد بن يحيا قال أخبرنا محمد ابن الرياشي قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأصمعي قال تذاكرنا أمات وأمهات عند الرشيد فقالوا الأمهات للآدميين والأمات للبهائم فقلت معاذ الله ثم أنشدت في أمات الآدميين وأمهات البهائم حتى قال لي الرشيد حسبك حسبك قال الرياشي وأنشدنا قوال معروف وفعاله عقار مثنا أمهات الرباع أخبرنا محمد قال أخبرنا المبرد قال أخبرنا الرياشي قال ذكر أبو عطاء السندي عند الأصمعي فطعن رجل على شعيه فقال الأصمعي أخبرني أبو جندل ابن الراعي قال لما دفن يزيد بن عمر ابن هبيرة هامش من قوى البيلة الأموية وأحد من جمعة له ولاية العراقين قتل بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومئة انتهى الهامش قال أبو عطاء السندي ألا إن عيما لم تجد يوم واسط عليك بباقي دمعها وجمود عشية راحت دافلون ودرجت جمود بأيذ مأتن وخدود فإن تنسي مهجور الفناء فطالما أقام به بعد الوفود وفود وإنك لم تبعد على متعهد بلى إن من تحت التراب بعيد أفيقال لهذا لا يحسن وكان في الأصمعي لجاج وخلاف فقال الرجل والله ما ظننت عطاء يحسن هذا وإذا كان الله قد علمك من شعر كل شاعر أحسنه فما حيلتنا أخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا أحمد ابن غياث النحوي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال كنت عند الرشيد فدخل العباس بن الأحنف فقال يا أمير المؤمنين قد علمت شعرا لم يسبقني إلى معناه أحد فقال هاتي فأنشد إذا ما شئت أن تبصر شيئا يعجب الناس فصور هاهنا فوزا وصور ثم عباسا ودع بينهما شبرا فإن زاد فلا باسا فإن لم يدنوا حتى ترى رأسيه ما راسا فكذبه وكذبها بما قاست وما قاسا قال فنظر إلي الرشيد فقلت يا أمير المؤمنين قد سبق إليه فقال هاتي فأنشدته لو أن صورة من أخوى ممثلة وصورتي لاجتمعنا في الجدار معا إذا تأملتنا ألفيتنا عجبا إلفان مفترقا يوما ولاجتمعا قال فأعرض عنه الرشيد فقال والله يا أمير المؤمنين أحطي رأسك ما سمعت بهذين البيتين وجعل يتنصل والرشيد ساكت فلما خشيت أن يحرمه قلت صدق والله يا أمير المؤمنين أنا عملت البيتين الساعة فأمر له بجائزة وليبضع فيها أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم قال كان الأصمعي أروى الناس بالرجز سمعت مرة بحرانيا هامش البحراني بفتح الباء وسكون الحاء من سوب إلى البحر أو إلى الجزائر أو استدامة ركوب البحار انتهى الهامش كان قد طاف بنواحي خراسان يسأله فقال له أخبرني فلان بالري أنك تروي 12 ألف أرجوزة فقال نعم أروي 14 ألف أرجوزة فعجبت فقال لي أكثرها قصار فقلت جعلها بيتا بيتا 14 ألف بيت وأما من رواية الرياشي فيما كتب إلي به أبو روق الهزاني قال سمعت الرياشي يقول سمعت الأصمعي يقول أحفظ 12 ألف أرجوزة فقال له رجل منه البيت والبيتان فقال ومنها المئة والمئتان حدثنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا علي بن ذكوان عن المازني قال قلت الأصمعي إنك لتحفظ من الرجل ما لا يحفظه أحد فقال إنه كان همنا وسدمنا قال اللغوي والسدم هاهنا الحرص حدثنا جعفر ابن محمد حدثنا محمد ابن الحسن الأزدي قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال كنت عند شعبة من حجاج فروى حديثا قال فيه فيسمعون جرش طير الجنة بالشين المعجمة فقلت جرس بالسين غير معجمة فالتفت يتبصرني فلما رآني قال خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا والجرس الصوت أخبرنا محمد ابن يحيا قال أخبرنا القاسر ابن إسماعيل قال حدثنا محمد ابن سلام الجمحي قال حدثني بعض كتبة الفضل ابن الربيع قال كني عند الفضل من الربيع حامش هو الفضل ابن الربيع ابن يونس ولي للرشيد الوزارة بعد نكبة البرامكة إلى أنات الرشيد واستخلف الأمين فأقره في وزارته وعمل على مقاومة المأمون فلما غفر المأمون بأخيه استثر الفضل زمانا ثم عفى عنه المأمون وأهمله بقية حياته وتوفي دوتوس سنة ثمان ومئتين انتهى الهامش وعنده أبو عبيدة فسأله عن قول عمر بن الخطاب من مؤذن وهو أبو محذورة هامش أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوس ابن معير أحد بني جمح انتهى الهامش أما خشيك أن ينشق مريطاؤك أيقصر أن يمد فقال أبو عبيدة يمد فقال علي للأحمر هامش هو علي ابن الحسن الكوفي المعروف بالأحمر صاحب الكسائي انتهى الهامش وكان حاضرا بل يقصر فقال له أبو عبيدة وما يدريك يا مذبذب ودخل الأصمعي فسأله عن ذلك فقال مثل قول أبو عبيدة فقال الأحمر بل يقصر فقال له الفضل ابن الربيع اسكت فإنك لا تكون مع إجمع هذين خلافا قال أبو الطيب والمريطاء الجلس الرقيقة ما بين السرة والعانة حيث تمرط الشعر وتفضي إلى الرفغين وبعضهم يقول المريطاء جلس رقيقة من داخل هذا الموضع وهي مؤنثة ولا نعلمه عن علمائنا البصريين إلا بالمد وقد ذكر الأحمر أنها المريطة مقصورة وقال أبو عمر الشيباني المريطاء تمد وتقصر قال وهي كلمة لا يتكلم بها إلا بالتصغير ولها نظائر في كلام العرب مثل الثرية وخمية الكأس سيرتها والقصيراء من الأضلاع والسكيت من الخيل وهو الذي يجي آخر الخيل في الرهان والكميت هانش الكنتة لون بين الصواد والحمرة يكون في الخيل والإبل انتهى الهانش فمن مد المريطاء فناها المريطاوان وجمعها المريطاوات ومن قصرها فناها المريطيين وجمعها المريطيات وقال الفراء المريطاء جانب العانة مندودة وبلغنا أن التوزي سئل عن المريطاء فقال المريطاوان جانب الشفة اللذان يجتمع فيهم الريق ولم يسمع بذلك عن غيره وإن مسم الموضعين اللذان ذكر الصماغان أخبرنا محمد ابن يحيا قال حدثني محمد ابن موسى البربري قال حدثنا حمد ابن إسحاق ابن ابراهيم الموسلي قال كنت عند أبي يوما وبين يبيه جارية تغني بشعر ابن الأحنف أنا عجب أن جيراننا أعدوا لوقت الغروب الغروبا فلو كنت بالشمس لا طاقة لطال على الشمس حتى تغيبا قال وكان أبي فضل عباس ابن الأحنف على نظرائه وكذلك جدي إبراهيم فلذلك أكثر الغناء في شعره فقال يا بني عجائب الدنيا معروفة معدودة ومنها الأصمعي وهو أم لا يعرفه الناس اجتمعنا عند جعفر ابن يحيا يوما فجرى ذكر هذين البيتين لابن الأحنف إما لإنشاد وإما لعناء فقلت أنا كالعابث لست أشك أن أبا سعيد يعرف أصل هذا الفرع فإنه معنى مليح فنظر إلي نظرة نقط ولم يجبني فقال له جعفر ألي هذا أول قبل العباس فقال أوله عندي قول نابغة لا مرحبا بغد ولا أهلم به إن كان تفريق الأحبة في غدي وآخر من أتابه أبو إسحاق يعقوب بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي وكان متهتكا في حدثته حتى نقب فروج الزنا ثم نسك وأناب فقال له جعفر فماذا قال فأنشد له نجمت نجوم أمس طالعها سعد ونجم اليوم ذو نحس يا ليت ربي مد أنس لنا أبدا وكان اليوم ذا حبس هذا كذن معنا وفرق ذا شتانا بين الوين والأمس بين تراني في نعيم هوا أرجو تأخر غيبة الشمس عجل المساء له ففارقني فيه أعز علي من نفسي قال فأمر له جعفر بألف دينار وخرج الأصمعي فقال له جعفر فقال لي جعفر يا إسحاق أفي المنام ترى ما جرى أظن أنت أن مثل الأصمعي يكون في الدنيا ثم حدث الرشيد بذلك فوصله بألف دينار فأخذ بكلمتين ألف دينار ولم يحكي الأصمعي ولا صاحباه عن الخليل شيئا من اللغة لأنه لم يكن فيها مثلهم ولكن الأصمعي قد حكى عنه هكايات وكان الخليل أسن منه فإما حكى الأصمعي عن الخليل حدثنا به عبد العزيز ابن سلامة قال أخبرنا محمد ابن الرياشي قال حدثنا أبي عن الأصمعي قال سمعت الخليل ويقول إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجارس غيره وأخبرنا محمد ابن يحيا قال أخبرنا محمد ابن يزيد قال حدثنا قعنب ابن محرر عن الأصمعي قال سألت الخليل ابن أحمد عن اللؤلؤ في النوم وكان الخليل من أعبر من رأيت من الرؤية فقال حدثني هشام ابن حسان هامش هو أبو عبد الله هشام ابن حسان الأزدي البصري من كبار الحفاظ وأحد الرواة عن الحسن البصري توفي سنة ست وأربعين ومئة عن محمد ابن سيرين هامش وعبد بكر محمد ابن سيرين الأنصاري كان فقة صدوق ورعا اشتهر بتعبير الرؤية توفي سنة عشر ومئة انتهى الهامش أن اللؤلؤ القرآن وأخبرنا محمد ابن يحيا قال حدثنا محمد ابن يزيد قال حدثنا المازني عن الأصمعي قال قال الخليل ابن أحمد ودعت كتاب التصوير على دينار ودرهم وفلس فقلت بن يمير ودريهم وفريس فائعين وفعيع وفعين وأخبرنا محمد ابن يحيا قال حدثنا أحمد ابن حاتم السورجي قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي هامش هو إسماعيل ابن إسحاق البصري الفقيه المالكي كان إمين في العربية قال مبرد هو أعلى بالتصريف يمني توفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين انتهى الهامش قال حدثنا نصر ابن علي قال أخبرنا الأصمعي قال حدثنا الخليل ابن أحمد قال ذكر عثمان الفتنة فقال من تعلق بأبنيها كذبته إلى أقصاها ومثل ذلك أن رجلين مر بنهر فتلطخ أحدهما بشيء منه وسلم الآخر ثم جازا فعرض لهما نهر آخر فقال المتلطخ على أي شيء ابطي فنغمس فيه وقال الآخر لعل الله أن ينجيني فنجى وأخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نصر بن علي عن الأصمعي قال حدثنا الخليل بن أحمد قال قلت لابن فضاء لا أراك ترد شيئا من العبارة حتى لو قيل لك إن جراية مرت تطير فتعلق بها قصر أبي رجاء لعبرتها قال لو كان ذاك لكانت عندي عبارته وأخبرنا محمد قال أخبرنا أبو العيناء هامش هو محمد بن القاسم بن خلاد المعروف بأبو العيناء نشأ بالبصرة وسمع من أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد وكان من أحفظ الناس وأفصحهم لسانا وأحذرهم جوابا توفي سنة ثلاث وثمانين ومئتين انتهى الهامش قال حدثني الأصمعي قال سمعت الخليل يقول مر بنا الفرزق ونحن صديان نلعب وقد انصرف من المهالبة وهو على بغلته وكان قبيح الوجه قصيرا فجعلنا ننظر إليه فوقف وقال نظر إليك بأعين محمرة نظر التنوس إلى مدى القصاب نظر إليك لأنك مليح كما ينظر إلى القرد لأنه مليح فضرب وجه بغلته وانصرف قال أبو العيناء الخليل قال له هذا وهو صدي ولكنه لم يحب أن يحكيه عن نفسه وحدثنا علي بن محمد الخداشي قال حدثنا عبيد الله بن محمد الوزيدي هامش هو أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن يحي الوزيدي ذكره القفطي في من روى عن ابن أخي الأصمعي توفي سنة 84 ومئتين انتهى الهامش قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي قال حدثني الخليل ابن أحمد قال قلت لأعرابي أمؤمن أنت فقال تبارك الله أزكي نفسي وأخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله قال حدثنا الأصمعي قال سألت الخليل عن هذا البيت الويل أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي هامش من أبيات نسبها القالي في الظيل إلى روح بن زباع ونسبها الجاح في الحيوان إلى أسقف مجران ولوايتها فيه منع البقاء تصرف الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها بيضاء صافية وعروبها صفراء كالورس اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي انتهى الهانش لما خفض أمسي فقال هو مبني كحذان وقطام لأنه لم يتمكن تمكن الأسماء وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا أحمد ابن يحيا قال حدثني جماعة عن الأصنعي عن الخليل قال رأيت أعرابيا يسأل أعرابيا عن البلسوس ما هو فقال طائر قال فكيف تجمعه قال البلنسا قال الخليل فلو ألغز رجل فقال فما البلسوس يتبع البلنسا كان لغز حدثنا جعفر ابن محمد قال قرأت بخط مبرد حدثني المازني عن الأصنعي قال قلت الخليل ما حملك على أن جئت في العروب ببيت محدث إنما الذلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقاني أنا كنت أعطيك أبوات من الشعر القديم على هذا الوزن فقال لو اتزن لي بالحجارة لا أرحتك أخبرنا محمد بن يحيا قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا أبو العيناء عن الأصنعي قال سمعت الخليل وذكى رجلا غفا تزهد فقال سمعته يقول أظن أحسب فيما أرى ولعله إن شاء الله وأخبرنا محمد بن يحيا قال حدثنا البربري قال حدثنا طائعا عن الأصنعي قال نظر الخليل في فقه لأبي حنيفة فقيل له كيف تراه فقال أرى جدا وطريق جد ونحن في هزل وطريق هزل وأخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا الأصنعي قال سمعت الخليل يقول الدنيا أضداد متجاورة وأشباه متباينة وأقارب متباعدة وأباعد متقاربة وأنشبنا جعفر بن محمد قال أنشبونا عن أبي العيناء عن الأصمعي قال أنشبونا الخليل لنفسه اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري وكان علي بن أصمع جدى بالأصمعي يتولى محو المطاحف المخالفة لمصحف عثمان من قبل الحجاج وإياه عن الشاعر بقوله وإلا رسول الدار قفرا كأنه كتاب محاه الباهلي بن أصمع عنوان سيبويه وأخذ النحو عن الخليل جماعة لم يكن فيهم ولا في غيرهم من الناس مثل سيبويه وهو عمر بن قنبر وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل وألف كتابه الذي سماه الناس قرآن النحو وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل وكان يكن أبا بشر وأبا الحسين ويقال أبو عثمان وأثبتها أبو بشر وقال أبو حاتم هو عمر بن عثمان ابن قنبر وهو من موالي بن الحارث ابن كعب من أهل فارس وقبره بشيراز قصبة فارس حامش توفي سيبويه سنة إحدى وستين ومئة انتهى الهامش عنوان حماد بن سلمة وأخذ أيضا عن الخليل ابن أحمد حماد بن سلمة ابن مينار مولى بني تميم على أنه كان قد أخذ عن عيسى بن عمر قبله هامش توفي حماد بن سلمة سنة تسع وستين ومئة انتهى الهامش أخبرنا محمد بن وحيا قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال كان الخليل يجلس في مسجد بني الجولندا فيجيئه حماد بن زيد هامش هو حماد بن زيد بن ذرحم الأزدي ريى عن أنس وابن سيرين وعاصم ابن بهدله وغيرهما وعيى عنه الثوري وغيره توفي سنة سبع وتسعين ومئة انتهى الهامش وجرير بن حازم هامش هو جرير بن حازم الأزدي أبو الندر البصري البصري ريى عن الحسن وابن سيرين وروى عنه ابن عون توفي سنة سبعين ومئة انتهى الهامش وعباد بن عباد هامش هو عباد بن عباد بن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفره العتكي توفي سنة إحدى وثمانين ومئة انتهى الهامش وحماد بن سلمة فكان حماد بن زيد إذا أخذ نعله للقيام قال القوم قد ضروا بالطبل فلا يجلسون بعده عنوان الندر بن شميل وأخذ عن الخليل أيضا اللغة والنحو الندر بن شميل المازني وهو من أهل مرو وهو ثقة ثبت صاحب غريب وشعر ونحو وحديث وثقه ومعرفة بأيام الناس وزعموا أنه كان من أهل البصرة فانتقل إلى مرو ومات بخراسان سنة ثلاث ومئتين عنوان أبو محمد اليزيدي وأبو محمد اليزيدي هامش هو أبو محمد يحيى ابن مبارك قيل له اليزيدي لأنه أذب أولاد أولاد يزيد ابن منصور الحميري توفى سنة ثنتين ومئتين انتهى الهامش وقد أخذ قبله أيضا عن أبي عمر العربية والقراءة وهو وثقه هامش المؤرج السدوسي وعلي ابن نصر الجهضمي وممن أخذ عن الخليل أيضا المؤرج السدوسي وهو مؤرج ابن عمر يكنى أبا فيد ومات سنة خمس وتسعين ومئة وعلي ابن نصر الجهضمي إلا أن النحو انتهى إلى سيبويه عنوان قطرب وأخذ عن يونس ابن حبيب ممن اختص به دون غيره محمد ابن المستنير قطرب وكان حافظا للغة كثير النوادر والغريب هامش توفي محمد ابن المستنير سنة ست ومئتين انتهى الهامش عنوان محمد ابن سلام وأخذ عنه أيضا وعن خلف الأحمر أبو عبد الله محمد ابن سلام الجمحي صاحب كتاب طبقات الشعراء وهو ثقة جليل روى عنه أبو حاتم والرياشي والنازمي والزيابي وأكادر الناس أخذر من حسين ابن أبي صالح قال أخذرنا أبو خليفة الفضل ابن الحباب الجمحي وكان ابن أختي أبي عبد الله محمد ابن سلام قال كان الرياشي يختلف إلى أبي عبد الله يستعير منه كتابه في الطبقات فكنت أخرج إليه منه جزءا جزءا فقيل بالرياشي في ذلك فقال لو عاش يومين لسمعه منه حانش توفى ابن سلام سنة 31 ومئتين انتهى الهانش عنوان أبو الحسن الأخفش وأخذ النحو عن سيدوله جماعة برع منهم أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش المجاشعي من أهل بلخ وكان أجلع فيما أخبرنا به مشايخنا عن أبي حاتم والأجلع الذي لا تنطبق شفته وكان يقول بالعدل أخبرنا محمد ابن يحيا قال حدثنا محمد ابن يزيد قال أخبرنا المازني قال كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالذل وكان غلام أبي شمر هامش أبي شمر ضبطه السمعاني في الأنساب وبي الأثير في اللباب وصاحب تادي العروس بالكسر ثم السكون وهو أحد ألمة القدرية المرجئة وآرائه مبسوطة في كتاب الفرق بين الفرق انتهى الهامش وكان غلام أبي شمر وعلى مذهبه وكان الأخفش أسمى من سيدويه أخبرنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا المبرد قال كان الأخفش أسمى من سيدويه ولكن لم يأخذ عن الخبيل وهو الذي تكلم على كتاب سيدويه وشرحه وبيّنه وهو معظم في النحو عند البصريين والكوفيين أخبرنا محمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي قال لم يكن في القوم يعني البصريين أعلى من الأخفش نبههم على أوار الكتاب وتركهم يعني كتاب سيدويه ولم يكن الأخفش ناقصا في النغة أيضا وله فيها كتب مستحسنة وكان أخذ عن أبو مالك النميري أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن المبرد عن المازني قال قال الأخفش سألت أبا مالك عن قول أميث من أبي الصيد سلامك ربنا في كل فجر بريئا ما تغنثك الذنوب فقلت ما تغنثك فقال ما تعلق بك قال الرياشي حدثني الأخفش قال كان سيدويه إذا وضع شيئا من كتابه أعرضه علي وهو يرى أني أعلم به منه وكان أعلم مني وأنا اليوم أعلم منه هامش توفي الأخفش سنة 25 ومئتين امتهى الهامش عنوان ابن الكلبي وأما ابن الكلبي فإنه كان أعلم الناس بالنسب وكان ينقص عن هؤلاء الذين ذكرنا في اللغة والنحو وكان أقضى منهم وهو هشان ابن محمد ابن السائب ابن بشر وهو كثير الرواية على غمز فيه أخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا محمد ابن حسن الأزدي قال قلت لأبي حات تقول غمد سيفه وأغمده قال لا يقال إلا بالألف قلت فيم سنة غامدة هامش غامد حي من اليمن قال الشاعر ألا هل أتاها على مئيها بما فضحت قومها غامد انتهى الهامش من فضلك تابع بقية المادة نواصل القراءة تحت عنوان ابن الكلبي فقال ابن الكلبي أعلم أي أنه لا يعرف الغريب قال الأزدي وأنشدنا الرياشي بيتا عجزه والسيف مغمود فذكرته لأبي حات فقال أنشدت الأصمعي هذا البيت فقال هذا الشعر مصنوع وقد رأيت صانعة قال أبو الطيب اللغوي وأما أبو زيد وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء فإنهم قالوا غمدت السيف وأغمدته لغتان فصيحتان والأول قول الأصمعي فأما اشتقاق غامد فيمكن أن يكون كما زعم ابن الكلبي من غمدت السيف وغيره وكل شيء غطيته وسترته بشيء وأغشيته إياه غمدته وأغمدته وغمدته قال العجاج تغمد الأعداء جورا مردسا حامش في ديوانه وروايته يعمد الأجواز والمردس الحجر يرمى به انتهى الهامش أي تغشيهم إياه ومنه قولهم اللهم تغمدنا منك برحمة ويمكن أن يكون غامبا فاعل من قولهم غمدت الركية إذا كثر ماءها ويقال غمدت الركية إذا اندفق ماءها ويمكن أن يكون من قولهم ماء غامض وهو الآجل الذي عليه كالدواية حامش الدواية جليدة رقيقة تعل اللبن انتهى الهامش كالدواية من الدمن والبعر قال الشاعر وماء كلون الورس لون جنانه عليه القطى ويعتاده غامض وند هامش هامش الوند شدة الحر انتهى الهامش ويمكن أن يكون من قولهم ليلة غامدة إذا كانت مظلمة شروعة الظمة قال الراجز يوم عكيك يعصر الجنود يتوك خمران الرجال سودا وليلة غامدة غمود سوداء تغش النجم والفرقود هامش يوم عكيك شديد الحر انتهى الهامش ويمكن أن يكون من قولهم غمض العرفط يغمض غمود وذلك إذا مضت له اثنتان وعشرون ليلة بعد أن يمطر ويجري الماء تحت أصوله وتستوفر خصلته ورقا حتى لا يرى شوكها وخصلته عود فيه شوك وأخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال كان يقال إن ابن الكلبي يزرف في حديثه أن يكذب فيه ويتزيد يقار جرف في الحديث تزريفا إذا تزيد هامش توفي ابن الكلبي سنة أربع ومئتين انتهى الهامش عنوان علماء الكوفة المفضل ابن محمد الضبي وكان من الكوفة بإزاء من ذكرنا من علماء البصرة المفضل ابن محمد الضبي وكان عالم بالشعر وهو أوثق من روى الشعر من الكوفيين ولم يكن أعلمهم باللغة والنحو إنما كان يختص بالشعر وقد روى عنه أبو زيد شعرا كثيرا وهو من ولد سالم ابن أبي الضبي أخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال كان أوثق من بالكوفة في الشعر المفضل الضبي قال وكان يقول إني لا أحسن شيئا من الغريب ولا من المعاني ولا تفسير الشعر وإنما كان يروي شعرا مجربا ولم يكن بالعالم بالنحو ولا كان يشدو منه شيئا هامش ذكر ابن الجزري في طبقات القراء أنه توفي سنة ثمانية وستين ومئة وذكر ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة أنه توفي سنة إحدى وسبعين ومئة انتهى الهامش عنوان خالد بن كنثوم ثم كان خالد بن كنثوم صالح العلم بالشعر وكان أوسع في العربية من المفضل هامش ذكره الزبيبي في الطبقة الثانية من اللعويين الكوفيين انتهى الهامش عنوان حماد الراوية وكان من أوسعهم رواية حماد الراوية وقد أخذ عنه أهل المصرين وخلف الأحمر خاصة وروا عنه الأصمعي شيئا من الشعر أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن حسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم قال قال الأصمعي كل شيء في أيدينا من شعر لإلقيس فهو عن حماد الراوية إلا نتفن سمعتها من الأعراب وأبي أمر ابن العلاء قال أبو الطيب وحمد الراوية مع ذلك عند البصريين غير ثقة ولا مأمون أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال قال أبو حاتم كان بالكوفة جماعة من رواة الشعر مثل حماد الراوية وغيره وكانوا يصنعون الشعر ويقتفون المصنوع منه وينسبونه إلى غير أهله قال ولقد حدثني سعيد بن هرين البرجمي قال حدثني من أثق به أنه كان عند حماد حتى جاء عرابي فأنشده قصيدة لم تعرف ولم يدر لمن هي فقال حماد اكتبوها فلما كتبوها وقام الأعرابي قال لمن ترون أن نجعلها فقالوا أقوالا فقال حماد اجعلوها لطرفه وقال أبو عثمان الجاحل ذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه قال إني لأعجب كيف أخذ الناس عن حماد وهو يلحن ويكسر الشعر ويكذب ويصحف وهو حماد بن هرمز وكان هرمز من سبي مكنف ابن زيد الخيل وكان ديلمية يكنا أبا ليلى قال أبو حاتم قال الأصمعي جالست حمادا فلم أجد عنده إلا ثلاثمائة حرف ولم أرض روايته وكان قديما هامش ذكر ابن خل كان أنه توفي سنة خمس وخمسين ومئة امتهى الهامش عنوان أبو البلاد وفي طبقته من الكوفيين أبو البلاد هامش ذكره الزبودي في الطبقة الأولى من اللعويين الكوفيين انتهى الهامش وهو من أرواهم وأعلنهم وكان أعمى جيدا لسان وكان مولا لعبد الله بن وطفان وكان في زمن جرير والفرزدق عنوان ابن كناسة ومحمد سهل قال أبو حاتم فأما مثل بن كناسة ومحمد بن سهيل هامش بخط لنوبخت سهل ذكره بن جزري في طبقات القراء وقال روى الفروف عن عاصم وروا عنه علي بن حمزة الكسائي انتهى الهامش فإنهما كانا يعرفان شعر الكوميت وطر الماح وكانا مولدون لا يحتج الأصمعي بشعرهما وكان ابن كناسة يكني أبا يحيا وهو محمد ابن عبد الأعلى ابن كناسة من بني أسد صريح وهو ابن أخت إبراهيم هامش هو إبراهيم ابن أدهم ابن منصور أحد الزهاد الأعلام توفي سنة ستين ومئة انتهى الهامش وله كتاب في النجوم على مذهب العرب وتوفي بالكوفة سنة سبع ومئتين قال الأصمعي أخبرنا شعبة قال قلت للطر الماح أين نشأت قال بالسياد والشعر بالكوفة أكثر وأجنع منه بالبصرة ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بيّن في دواوينهم عنوان أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي وكان عالم أهل الكوفة وإمامهم غير مدافع فيهم أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي إليه ينتهون بعلمهم وعليه يعولون في روايتهم أخبرنا عبد القدوس ابن أحمد ومحمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا ثالب قال أجمع على أن أكثر الناس كلهم رواية وأوسعهم علما الكسائي وكان يقول قال لما سمعت في شيء فعلت إلا وقد سمعت فيه أفعلت قال أبو الطيب وهذا الإجماع الذي ذكره ثالب إجماع لا يدخل فيه أهل البصرة أخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا أحمد ابن غياث النحوي قال أخبرنا أبو نصر الباهلي قال حمل الكسائي إلى أبو الحسن الأخفش خمسين دينارا وقرأ عليه كتاب سيبويه سرا وأخبرنا جعفر ابن محمد ابن الحسن قال أخبرنا أبو الحسن الحنفي وإبراهيم ابن حميد قال حدثنا أبو حاتم قال لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام العرب ولولا أن الكسائية بنى من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئا وإنه مختلط بلا حروج ولا علل إلا حكايات عن الأعراب مطروحة لأنه كان يلطنه ما يريد وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن وهو قدوته وإليه يرجعون وكان شخصا مع الرشيد إلى الري في خرجته الأولى فمات هناك في السنة التي مات فيها محمد ابن الحسن الفقيه وهي سنة تسع وثمانين ومئة عنوان عنوان التوزي والحرمازي والجرمي والزيابي والرياشي وأخذ الناس علم العرب عن هؤلاء الذين ذكرنا من علماء البصرة فكان ممن برع فيهم أبو محمد عبد الله ابن محمد التوزي ويقال التوزي حامش منسوب إلى توز ويقال فيها توز من بلاد فارس وتوفي التوزي سنة ثلاثين ومئتين انتهى الهامش وأبو علي الحرمازي وأبو عمر صالح ابن إسحاق الجرمي حامش توفي سنة خمس وعشرين ومئتين انتهى الهامش وكانوا يأخذون عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي والأخفش وهؤلاء الثلاثة أكبر أصحابهم خبرونا عن المبرد قال كان أبو علي الحرمازي في ناحية عمر المسعدة فخرج عمر إلى الشام فقال الحرمازي أقام بأرض الشام فاختل جانبي ومطلبه بالشام غير قريبي ولا سيما من مفلس حلف نقرس أما نقرس في مفلس بعجيبي وكان دون هؤلاء في السن أبو إسحاق إبراهيم الزيابي هامش هو إبراهيم ابن سفيان الزيابي ذكر ياقوت أن وفاته سنة تسع وأربعين ومئتين انتهى الهامش وأبو عثمان بكر ابن محمد المازني وأبو الفضل العباس ابن الفرج الرياشي هامش توفي سنة سبع وخمسين ومئتين انتهى الهامش وأبو حاتم سهل بن محمد ابن عثمان السجستاني وكان التوجي أبلغ القوم في اللغة وأعلمهم بالنحو بعد الجرمي والمازني فيما حدثنا به غير واحد عن المبرد قالوا وكان أبو زيد أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو وكانا بعده اتقابان قال أبو الطيب والذي ثبت عندنا عن علمائنا أن أبا عبيدة كان أعلم الثلاثة بالنحو ولم يكن في صاحبيه نقص إلا أن لهذا القول من المبرد شيئا نحن ذاكروه أخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا أحمد ابن غياث النحوي قال أخبرنا عن المازني أخبرنا عن المازني أنه قال كل ما في كتاب سيبويه من قوله أخبرني الثقة وسمعت من أثق به فهو عن أبي زيد أخبرنا محمد ابن يحيى قال أخبرنا المبرد قال حدثنا المازني قال كنا عند أبي عبيدة يوما وعنده ياشي يسأله عن أبيات في كتاب سيبويه وهو أجيبه ثم فطن فقال أتسألني عن أبيات في كتاب الخوزي لا أجيبك أخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا عسل ابن ذكوان قال أخبرونا عن الجرمي قال نظر أبي زيد في كتاب سيبويه فقال قد أكثر هذا الغلام الحكاية إن كان سمع فقلت له قد روى عنك شيئا كثيرا فهل صدق فيه قال نعم قلت فصدقه فيما روى عن غيرك وقد قيل إن وونس كان صاحب هذه القصة قال المبرد وكان المازني أحد من الجرمي وكان الجرمي أغوصهما فأخبرنا عبد القدوس ابن محمد قال أخبرنا محمد ابن وزيد قال حدثني المازني قال قال لي الأخفش أثلزم الأصمعي قلت ما أفارقه قال أتتعلم منه النحو قلت لا ولكني أتعلم منه المعاني واللغة والشعر قال مما ليس عندنا قلت نعم مما ليس عندك قال فسني عن شيء منه قلت أعن صعبه أو سهله قال عن سهله أولا قلت ما يولد الشاعر بقوله أمن زينب ذي النار قبيل الصبح ما تخبو إذا ما خمدت يلقى عليها المنبر الرطب ولما أعرب نصف البيت الأول فقال الأخفش أمن زينب أي أمن نحو زينب وقيله ذي النار يريد صاحبة النار قلت ليس هذا كذا عنده وإنما يقول ذي النار معناه هذه النار فقال الزنه فهذا أحسن عنوان أبو عثمان المازني وكان المازني من فضلاء الناس وأظمائهم ورواتهم وثقاتهم وكان من أهل القرآن حدثنا غير واحد عن المبرد قال حدثنا المازني قال قرأت على يعقوب الحضرمي القرآن فلما ختمت رمى إلي بخاتمه وقال خذه ليس لك مثلي وكذلك فعل يعقوب بأبي حاتم أخبرنا جعفر بن محمد قال حدثنا علي ابن سهيل ابن شاذان عما حدثه أن أبا حاتم ختم على يعقوب سبع ختمات ويقال خمسا وعشرين ختمه فأعطاه خاتمه وقال أقرئ الناس وكان المازني متخلطا رفيقا بمن يأخذ عنه إلا أنه كان في كلامه غموط فأخبرنا محمد بن وحيا قال أخبرنا محمد بن وزيد قال حدثنا النازلي قال قرأ علي رجل كتاب سيبويه في مدة طويلة فلما بلغ آخره قال لي أما أنت فجزاك الله خيرا وأما أنا فما فهمت منه حرفا وأخبرني علي بن محمد الخباشي قال بلغنا أن مغنية غنت بحضرة الوافق أظلين إن مصابكم رجلا أهد السلام تحية ظلم فرد عليها الوافق وقال إن مصابكم رجلا فأعادت إن مصابكم رجلا فأعاد الرب عليها فقالت لقنني هذا أعلم أهد زمانه قال ومن هو قالت المازني قال علي به فأشخص إليه فلما مثل بول يديه قال ما اسمك يا المازني قال بكر يا أمير المؤمنين قال أحسنت قال كيف تروي أظليم إن مصابكم قال أظليم إن مصابكم رجلا وتمن البيت فقال وأين خبر إن قال قوله ظلم ومعنى مصابكم إصابتكم قال فدقت من خلفت ورائك قال بنتا صغيرة قال فماذا قلت لك قالت لك حين ودعتها قال قول بنت الأعشى لأبيها فيا أبتا لا ترن عندنا فإنا بخير إذا لم ترن ترانا إذا أضمرتك البلاد مجفى ويقطع منا الرحم قال قال فماذا أجبتها قال بقول ذرير ثقي بالله ليس له فريق ومن عند الخليفة بالنجاح قال أنجحت وأمر له بمال ولابنته بما يصبحها وصرفه مكرنا وقد شدر بين محمد بن عبد الملك الزيات هامش هو محمد بن عبد الملك بن أبان المعروف بابن الزيات كان وزير المعتسم وله شعر سائر جيد وديوام رسائل توفي سنة 33 ومئتين انتهى الهامش وأحمد بن أبي داود هامش قاب المعتسم توفي سنة 40 ومئتين انتهى الهامش في هذا البيت الذي غلق فيه الواثق فقال محمد إن مصابكم رجلا وقال أحمد مصابكم رجل فسأل عنه يعقوب بن السكيت فحكم لأحمد بن أبي داود عصبية لا جهلا فأخبرونا عن ثالب قال لقيت يعقوب فعاتبته في هذا عتابا من مدة فقال لي اسم عذري جاءني رسول ابن أبي دواد فمضيت إليه فرما رآني بش بي وقربني ورفعني وأحفى في المسألة عن أخباري ثم قال لي يا أبا يوسف ما لي أرى الكسوة ناقصة يا ظلام بستا كاملا من كسوتي قال فأحضر ثم قال كيس فيه مئة دونار فأحضر ثم قال لي أراكب أنت قلت لا بالراجل فقال حمار فلاني بسرجه ولجابه فأحضر ثم قال يسلم الجميع إلى غلام أبي يوسف فشكرت له ذلك ثم قال لي يا أبا يوسف منشدت هذا البيت أظليم إن مصادكم رجل فقال الوزير إنما هو رجلا بالنصب وقد تراضينا بك فقلت القول القول ما قلت فخرجت من عنده فإذا رسول محمد بن عبد الملك فقال أجل الوزير فلما دخلت بدرني وأنا واطف فقال يا يعقوب أليس الرواية أظليم إن مصادكم رجلا فقلت لا بل رجل فقال أغرب قال يعقوب فكيف كنت فرى لي أن أقول هامش توفي المازني سنة 48 ومئتين انتهى الهامش عنوان أبو حاتم أبو حاتم السجستاني وكان أبو حاتم في نهاية الثقة والإتقان والنهوض باللغة والقرآن مع علم واسع بالإعراب أيضا أخذ ذلك عن الأخفش وبصره بالآثار وكتبه في نهاية الاستقصاء والحسن والبيان وتوفي سنة 48 ويقال في سنة 54 ومئتين ورثاه الرياشي فأنشدنا حمدان بن الحسن الرافعي قال أنشدنا سلمان بن الفضل ابن البختكان قال أنشدنا الرياشي لنفسه يرثي أبا حاتم بانت بشاشة أهل العلم والأدب مذبان سهل فأنسى غير مقتربي يا سهل كنت كما سميت ذا خلق سهل بعيدا من الفحشاء والريبي أمست ديارك بعد العلم موحشة إن تسأل العلم لم تنطق ولم تجيبي من للغريب وللقرآن يسأله إذا تعومي معناه ولم يصبي وكان في أبي حاتم دعابة فأخضرنا جعفر ابن محمد قال أخضرنا علي بن سهيل قال حضر معنا مجبس أبي حاتم غلام بن هاشم من آل جعفر ابن سليمان أحسن الناس وجهة فقال أبو حاتم نسب اللحم للبزاة على ذروتي عدم ثم لاموا البزاة أن خلعوا فيهم الرسم لو أرادوا عثاثنا نقبوا وجهه الحسن فقل له في ذلك فقال لا تذنن بفجورا فما يزكو فجور بحامل القرآن أنا عفو الضمير غير مريب غير أنم أي من بالحسان وزعموا أنه كان يذهل العصبية مع أصحاب الحديث ويدمر القول بالعدل فأخبرنا جعفر ابن محمد قال أخبرنا الحنفي قال كني عند أبي حاتم فجاءه رجل من أصحاب الحديث فقال له يا أبا حاتم إني سائلك عن ثلاث وجائل جوابك على طبق أدور به على أصحاب الحديث فقال هاتي قال ما معنى قول الله جل وعز إلا ابني سأدى وما الإباء في كلام العرب قال القدرة على الشيء والترك له من غير عز قال وما معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هل يكون الناظر في كلام العرب بغير معنى الرائي قال نعم يكون بمعنى الانتظار أما سمعت قوله تعالى فنظرة إلى ميسره قال فأخبرني عن هذا الاسم القدرية يلزمنا أم يلزمهم قال فأدلى رأسه وقال بل يلزمنا ولكن ما نكابر كما أن من يبيع السمك يقال له سمك وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال دخل رجل على أبي حاتم وعلى كتفه صبي فقال له يا أبا حاتم ما تسمي العرب الرجل إذا كان في فرد رجله خف وفي الأخرى نعل قال لا أدري قال صدقت لأن فوق كل ذي علم من عليم يقال له مخفن علم يا غلام فضحك أبو حاتم حتى شرق بريطه عنوان ابن أخي الأصمعي وأحمد ابن حاتم الباهلي ودون هذه الطبقة التي ذكرنا جماعة منهم أبو محمد عبد الرحمن ابن عبد الله ابن قريب هامش ذكره الزبيبي في الطبقة الخامسة من المغويين البصريين ولم يذكر تاريخ وفاته ابن أخي انتهى الهامش ابن أخي الأصمعي وقد روى عن عمه علما كثيرا وكان ربما حكى عنه ما يجده في كتبه من غير أن يكون سمعه من لفظه وأبو نصر أحمد ابن حاتم الباهلي هامش تؤثر سنة إحدى وثلاثين ومائتين انتهى الهامش وزعموا أنه كان ابن أخي الأصمعي وليس هذا بثبت رأيت ذعفر ابن محمد ينكره وكان أسرة من عبد الرحمن وأسم وكان يبيق عربي الأعرابي مسكه وقد أخذ عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد وأقام لبغداد فربما يحكي الشيء عن أبي عمر الشيداني وكان الأصمعي ينقط عبد الرحمن ويشنأه وفيه يقول نظر العين إلى ذا يكحر العين بذائي رب قد أعطيتناه وهو من شر العطاء ومنهم أبي العباس محمد ابن وزيد الثمالي فلم يكن في وقته ولا بعده مثله ومات سنة اثنتين وثمانين ومائتين وعنه أخذ أبي إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج هامش توفي الزجاج سنة ستة عشرة وثلاثمائة انتهى الهامش وعبو بكر محمد ابن السري السراج هامش توفي ابن السراج سنة ستة عشرة وثلاثمائة انتهى الهامش ومحمد ابن علي ابن اسماعيل مبرمان هامش توفي مبرمان سنة ست وعشرين وثلاثمائة انتهى الهامش وأكابر من لقينا من الشيوخ رحمهم الله وأخذ اللغة عنهما عن المازني والجرمي وعن مغرائهما الذين قدمنا ذكاه الجماعة فاختص بالتوجي أبو عثمان سعيد بن هارون أبو إشنان باني هامش ذكره الزبيدي في الطبقة السادسة من اللغويين البصريين انتهى الهامش عنوان محمد ابن الحسن ابن دريد وبرع من أصحاب أبي حاتم أبي بكر محمد ابن الحسن ابن دريد ابن عتاهية ابن حنتم الأزدي من أزد عمان فهو الذي انتهى إليه علم لغة البصريين وكان أحفل الناس وأوسعهم علما وأقدرهم على شعر وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحمر وأبي بكر ابن دريد ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وهو ابن ثلاث وتسعين سنة ويقال ابن سبع وتسعين وتصدر في العلم ستين سنة وإن كانت السن قعدت بنا عن لطائه فإن أخذنا عن أكابر من أخذ عنه وعن غيره من من لم يكن في العلم دونه ولن تظر الناس بتقدمهم وفاته من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة مراتب النحويين عنوان ابن ذكوان وفي طبقته في السن والرواية أبو علي عسل ابن ذكوان هامش عسل ابن ذكوان من أهل عسكر مكرم ذكره ابن النديم ضمن وراق المبرد ولم يذكر تاريخ وفاته انتهى الهامش ابن قتيبة وكان أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينواري هامش ذكره الزبيدي في الطبقة السادسة من اللغويين البصريين وقال إنه توفي سنة ست وتسعين ومئتين انتهى الهامش أخذ عن أبي حاتم والرياشي وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي وقد أخذ ابن دريد عن هؤلاء كلهم وعن الأشنان داني إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها عن فقات وكان يتسرع في أشياء لا يقوم بها نحو تعرضه لتأليف كتابه في النحو وكتابه في تعبير الرؤيا وكتابه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعيون الأخبار والمعارف والشعراء ونحو ذلك مما أزرى به عند العلماء وإن كان نفق بها عند العامة ومن لا بصيرة له فهذا جمهور ما مضى عليه علماء البصرة وفي خلال هؤلاء قوم علماء لم نذكرهم لأنهم لم يشهروا ولم يؤخذ عنهم وإنما شهرة العالم بمصنفاته والرواية عنه عنوان الناشي وكان ممن أخذ عن سيبويه والأخفش رجل يعرف بالناشي هامش هو أبو العباس عبد الله بن محمد المكنى بأبي محمد والمعروف بابن شرشير الناشي الكبير توفي بمصر سنة ثلاث وتسعين ومئتين انتهى الهامش ووضع كتابا في النحو مات قبل أن يستثمها وتؤخذ عنه فأخبرنا محمد بن يحيى قال سمعت محمد بن يزيد يقول لو خرج علم الناشي إلى الناس لما تقدمه أحد عنوان كيسان وكان ممن أخذ عن أبي عبيدة كيسان وكان مغفلا هامش هو أبو سليمان بن المعروف كيسان الهجيمي قال أبو زيد كان ثقة انتهى الهامش فحدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا محمد بن محبوب الزعفراني قال سمعت كردين يقول سمعت أبا عبيدة يقول نسخ العلم على لسان كيسان لأنه يسمع مني غير ما أقول ويقول غير ما يسمع ويكتب في ألواحه غير ما يقول ويقرأ غير ما في الألواح وقد أخذ كيسان عن الخليل أيضا وقال الأصمعي كيسان ثقة ليس بمتزيد هامش ذكره الزبيبي في الطبقة الرابعة من النحويين البصريين وفي حاشية الأصل وحكى الخشني عن أبي عثمان المازني قال أنشد الأصمعي في مجلسه قول عن تره وآخر منهم أجررت رمحي وفي البجلي معبلة وطيع فقال كيسان صحفت قال فكيف تقول يا أبا سليمان فقال البجلي بسكون الجيم وهم بنوا بجيلة حي من سليم فأخذها عنه الأصمعي انتهى الهامش عنوان محمد بن عبد الغفار الخزاعي وممن أخذ عن أبي عبيدة رجل يعرف بمحمد بن عبد الغفار الخزاعي فأخبرنا علي بن محمد الخداشي قال أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي قال عمل محمد بن عبد الغفار الخزاعي هذا كتاب الخيل فعزاه الناس إلى أبي عبيدة فهو في أيديهم إلى اليوم هامش لم أعثر له على ترجمة أو ذكر فيما بين يدي من كتب اللغويين والنحويين والرواه انتهى الهامش عنوان علماء الكوفة بعد الكسائي الفراء وأما علماء الكوفيين بعد الكسائي فأعلمهم بالنحو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وقد أخذ علمه عن الكسائي وهو عمدته ثم أخذ عن أعراب وثق بهم مثل أبي الجراح هامش ذكره ابن المديم في الفهرست انتهى الهامش وأبي ثروان هامش هو أبو ثروان العكلي من بني عكل أعرابي فصيح كان يعلم في البادية انتهى الهامش وغيرهما وأخذ نبذا عن يونس وأهل الكوفة يدعون أنه استكثر منه وأهل البصرة يدفعون ذلك وقد أخذ أيضا عن أبي زياد الكلابي هامش أبو زياد الكلابي اسمه يزيد بن عبد الله بن الحر عرابي بدوي قال دعبل قدم بغداد أيام المهدي حين أصابت الناس المجاعة ونزل قطيعة العباس ابن محمد فأقام بها أربعين سنة وبها مات انتهى الهامش وكان الفراء متورعا متدينا على تيهم فيه وتعظم وكان زائد العصبية على سيبويه فأخبرنا محمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب عن سلمة قال مات الفراء وتحت رأسه كتاب سيبويه قال أبو عمر محمد ابن عبد الواحد فقام الحامض هامش هو سليمان ابن محمد ابن محمد ابن أحمد أبو موسى الحامض قال الزبيدي كان بارعا في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين وكان في اللغة أبرع وكان ضيق الصدر سيء الخلق وقال ابن خلكان وإنما قيل له الحامض لأنه كانت له أخلاق شرسة فلقب الحامض لذلك ولما احتضر أوصى بكتبه لأبي فاتك المقدري أن تصير إلى أحد من أهل العلم توفي سنة خمس وثلاثمائة انتهى الهامش فقام الحامض أبو موسى إلى ثعلب فقال إنما كان لا يفارقه لأنه كان يتتبع خطأه ولكنته وكانت العصبية قد ذهبت بعقل الحامض فمن ذلك ما حدثنا به محمد بن عبد الواحد قال أخبرني ابن كيسان هانش هو أبو الحسن محمد بن أحمد ابن كيسان كان بصريا كوفيا يحفظ القولين ويعرف المذهبين وكان أخذ عن ثعلب والمبرد وكان ميله إلى البصريين أكثر توفي سنة تسع وتسعين ومئتين انتهى الهامش قال رأيت في المنام الجن وهم يتناظرون في كل فن من العلوم فقلت لهم إلى من تميلون في النحو فقالوا إلى سيبويه قال محمد فأخبرت بهذا الحديث ثعلبا بحضرة أبي موسى الحامد فغضب الحامد ثم قال قد صدق إنما سيبويه بجال شيطان فلذلك تميل إليه الجن فأسكته أبو العباس ثعلب قال أبو الطيب وقد رأيت أنا أجزاء كثيرة من كتاب سيبويه خمسين مرة وكان ابن كيسان مع هذا يختار أشياء من مذاهب الفراء يخالف فيها سيبويه أخبرنا محمد بن يحيى قال كان ابن كيسان يسأل أبو العباس محمد بن يزيد المبرد عن مسائل فيجيبه فيعارضها بقول الكوفيين فيقول في هذا على من قاله كذا ويلزمه كذا فإذا رضي قال له قد بقي عليك شيء لم لا تقول كذا فقال له يوما وقد لزم قولا للكوفيين ولج فيه أنت كما قال جرير أسليك عن زيد لتسلى وقد أرى بعينيك من زيد قدن غير بارح إذا ذكرت زيدا ترقر قدمعها بمطروفة العينين شوساء طامح تبكي على زيد ولم تر مثله براء من الحم صحيح الجوانح فإن تقصدي فالقصد منك سجية وإن تجمحي تلقي لجام الجوامح هامش قال أبو عبيدة كان جرير اشترى جارية من زيد بن النجار مولا لبني حنيفة ففركت جريرا وجعلت دمعتها لا ترقأ بكاء على زيد وحباله فقال جرير هذا الشعر والشوساء رافعة الرأس والطامح التي تبغي غير زوجها وقيل لجرير ما لجام الجوامح قال هذاك وأشار إلى سوت معلق انتهى الهامش وكان الفراء خالف على الكسائي في كثير من مذاهبه فأما على مذاهب سيبويه فإن يتعمد خلافه حتى ألقاب الإعراب وتسمية الحروف ومات الفراء في طريق مكة سنة سبع ومئتين عنوان أبو الحسن الأحمر وعلي بن حازم اللحياني وممن أخذ عن الكسائي أبو الحسن علي الأحمر هامش هو أبو الحسن علي بن مبارك الأحمر صاحب الكسائي ومؤدب الأمين توفي سنة أربع وتسعين ومئة انتهى الهامش وأبو الحسن علي بن حازم اللحياني هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين انتهى الهامش من بني اللحيان صاحب النوادر حدثنا محمد ابن عبد الواحد قال حدثنا أبو عمر ابن الطوسي عن أبيه عن اللحياني قال محمد وسمعت أبو العباس ثعلبا يقول قال الأحمر خرجت من عند الكسائي ذات يوم فإذا اللحياني جالس فقال لي أدخل فاشفع لي إلى الكسائي لأقرأ عليه هذه النوادر قال فدخلت على الكسائي فقلت له فقال هو بغيض ثقيل الروح قال ثعلب وكان اللحياني ورعا قال الأحمر فقلت له أحب أن تفعل فأجابني فخرجت إلى اللحياني فقلت له قال لي كذا وكذا فلم لا تنبسط معه فقال دعني وإياه قال اللحياني فدخلت عليه فإذا هو قاعد على كرسي ملوكي وعليه مقتدرية مشحرة وعلى رأسه بالطيخية وبيده كسرة سميل يفتها للحمام قال ثعلب وكان السلطان قد أفسده قال فقال ما تقول في النبيذ قلت أنا قال نعم قلت أنا أحسوه ثم أفسوه قال فضحك مني وقال أنت ضريف أكتم ما سمعت وقرأ ما شئت فقرأت عليه وخرجت فإذا الحجارة تأخذ كعابي فالتفت أقول من يرمينا فإذا هو من منظر له يقول من كنت تقرأ عليه حتى صدعته منذ اليوم وقد أخذ اللحياني عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي إلا أن عمدته على الكسائي وكذلك أهل الكوفة كلهم يأخذون عن البصريين ولكن أهل البصرة يمتنعون من الأخذ عنهم لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة ويذكرون أن في الشعر الذي يرونه ما قد شرحناه فيما مضى ويحملون غيره عليه أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال قال أبو حاتم فإذا فسرت حروف القرآن المختلف فيها أو حكيت عن العرب شيئا فإنما أحكيه عن الثقات عنهم مثل أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العلم ولا ألتفت إلى رواية الكسائي والأحمر والأموي والفراء ونحوهم وأعوذ بالله من شرهم عنوان انتقال العلم إلى بغداد قال أبو الطيب اللغوي فلم يزل أهل المصرين على هذا حتى انتقل العلم إلى بغداد قريبا وغلب أهل الكوفة على بغداد وحدثوا الملوك فقدموهم ورغب الناس في الروايات الشاذة وتفاخروا بالنوادر وتباهوا بالترخيصات وتركوا الأصول واعتمدوا على الفروع فاختلط العلم عنوان عبدالله ابن سعيد الأموي وطبقته وكان من علمائهم في هذا العصر أعني عصر الفراء أبو محمد عبدالله ابن سعيد الأموي هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين انتهى الهامش أخذ عن الأعراب وعن أبي زياد الكلابي وأبي جعفر الرؤاسي ونبذا عن الكسائي وله كتاب نوادر وليس علمه بالواسع وفي طبقته أبو الحسن علي بن المبارك الأخش هامش كذا في الأصل وفيما نقله السيوطي في المزهر عن كتاب المراتب وصوابه الأحمر انتهى الهامش وأبو عكرمة الضبي صاحب كتاب الخيل هامش أبو عكرمة الضبي ورد ذكره أعرضا في كتاب إنباه الرواه في من حدث عن يعقوب ابن إسحاق ابن السكيت صاحب كتاب إصلاح المنطق انتهى الهامش وأبو عدنان الراوية صاحب كتاب القسي ونعم الكتاب في معناه بعد كتاب أبي حاتم وقد روى أبو عدنان عن أبي زيد كتبه كلها عنوان أبو عمر الشيباني ومن روى عنه ومن أعلمهم باللغة وأحفظهم وأكثرهم أخذا عن ثقات الأعراب أبو عمر إسحاق ابن مرار الشيباني وهو من أهل الرمادة هامش تطلق الرمادة على عدة مواضع انتهى الهامش وهو من أهل الرمادة بالكوفة وإنما جاور بني شيبان فنسب إليهم وهو صاحب كتاب الجيم هامش كتاب الجيم منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأوسكوريال وعنها نسخة مصورة بمكتبة مجمع اللغة العربية بمصر انتهى الهامش وكتاب النوادر وهما كتابان جليلان فأما النوادر فقد قرئ عليه وأخذناه رواية عنه أخبرنا به أبو عمر محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب عن عمر بن أبي عمر الشيباني عن أبيه وأما كتاب الجيم فلا رواية له لأن أبا عمر بخل به على الناس فلم يقرأه عليه أحد وقد روا عنه أبو الحسن الطوسي هامش ذكره صاحب نزهة الألباء في الصفحة الحادية والثمانين وقال عنه أخذ عن مشايخ الكوفيين والبصريين وأكثر أخذه عن ابن الأعرابي انتهى الهامش وأبو سعيد الضرير هامش هو أحمد ابن خالد أبو سعيد الضرير لقي ابن الأعرابي وأبا عمر الشيباني واستقدمه طاهر ابن عبد الله من بغداد إلى نيسابور وأقام بها مدة وأملى كثيرا من الكتب في معاني الشعر والنوادر وانظر إنباه الرواه الجزء الأول الصفحة الحادية والأربعون انتهى الهامش وأبو سعيد الحسن ابن الحسين السكري هامش توفي سنة خمس وسبعين ومئتين وانظر ترجمته في تاريخ بغداد الجزء السابع من الصفحة السادسة والتسعين بعد المئتين إلى السابعة والتسعين بعد المئتين انتهى الهامش وأجل من روى عنه أبو نصر الباهلي وأبو الحسن اللحياني ثم يعقوب ابن السكيت فأما الطوسي والسكري فإنهما راويان وليس إمامين وقد رويا عن أبي حاتم والرياشي وغيرهما من علماء البصريين والكوفيين وكان السكري كثير الشكوك عنوان ابن الأعرابي وأما أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي هامش ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين وقال إنه توفي سنة 31 ومئتين الطبقات الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين انتهى الهامش فإنه أخذ العلم عن المفضل الضبي وكان ربيبه ومحمد أحفظ الكوفيين للغة وقد أخذ علم البصريين وعلم أبي زيد خاصة من غير أن يسمعه منه وأخذ عن أبي زيد وجماعة من الأعراب مثل السقيل هامش ذكره القفطي في الإنباه الجزء الرابع الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة قال ويكنى أبا الكوميت العقيلي انتهى الهامش وعجرمه وأبي المكارم وقوم لا يثق بأكثرهم البصريون وكان ينحرف عن الأصمعي ولا يقول في أبي زيد إلا خيرا وكان أبو نصر الباهلي يتعنة ابن الأعرابي ويكذبه ويدعي عليه التزيد ويزيفه وابن الأعرابي أكثر حفظا للنوادر منه وأبو نصر أشد تثبتا وأمانة وأوثق عنوان أبو عبيد القاسم ابن سلام وأما أبو عبيد القاسم ابن سلام فإنه مصنف حسن التأليف إلا أنه قليل الرواية يقطعه عن اللغة علوم افتن فيها وأما كتابه المترجم بالغريب المصنف فإنه اعتمد فيه على كتاب عمله رجل من بني هاشم جمعه لنفسه فأخذ كتب الأصمعي فبول ما فيها وأضاف إليه شيئا من علم أبي زيد وروايات عن الكوفيين وأما كتابه في غريب الحديث فإنه اعتمد فيه على كتاب أبي عبيدة معمر ابن المثنى في غريب الحديث وكذلك كتابه في غريب القرآن منتزع من كتاب أبي عبيدة وكان مع هذا ثقة ورعا لا بأس به وقد روى عن الأصمعي وأبي عبيدة ولعله تمع من أبي زيد شيئا وسمع من الفراء والأموي وأبي عمر والأحمر وذكر أهل البصرة أن أكثر ما يحكيه عن علمائهم غير سماع إنما هو من الكتب وقد أخذت عليه مواضع في كتابه الغريب المصنف وكان ناقص العلم بالإعراب أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا المعبدي قال أبو عبيد جمعت كتاب الغريب المصنف في ثلاثين سنة وجئت به إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فأمر لي بألف دينار وكان أبو عبيد يسبق بمصنفاته إلى الملوك فيجيزونه عليها فلذلك كثرت مصنفاته وهو مولا للأزد من أبناء أهل خراسان وكان مؤدبا ثم ولي قضاء طرسوس أيام ثابت ابن نصر ابن مالك ولم يزل معه ومع ولده وحج بعد قدومه بغداد وبعد أن صنف ما صنف من كتبه وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومئتين عنوان ابن نجدة وأبو الحسن الأثرم وكان في هذا العصر من الرواه ابن نجدة وأبو الحسن الأثرم هامش هو علي بن المغيرة أبو الحسن الأثرم توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة إنباه الرواه الثاني من الصفحة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة إلى الحادية والعشرين وثلاثمائة انتهى الهامش فكان وقال وقال ابن الجزري إنه توفي بعد السبعين ومئتين فيما أحسب انتهى الهامش راوية الفراء وكان مختصا به متعصبا للكوفيين على ورع كان فيه شديد وتأله عظيم فحدثنا أبو عبد الرحمن عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا أبو سعيد الغاضري قال قلت لأبي محمد سلمة على أي الرجلين أقرأ الكسائي أم عاصم قال الكسائي قلت له هاه كالمتعجب قال فأين التعصب قال وكانت فيه دعابة فسألته يوما عن شيء فقال السقيط على السقيط خبرت وهو يضحك يريد على الخبير سقط وأخبرونا عن أبي علي محمد ابن عيسى الهاشمي قال كان سلمة جارنا وكانت له جارية يقال لها سرور فكنا نودهها إليه تخدمه فكانت تخبرنا أنه يصل الغداة على طهر العتمة وما رؤي سلمة قط في طريق إلا متأبط إزاره ميلا إلى أن يحمل نفسه فلا يعرف وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله ابن الطيالسي المقرئ قال حدثنا أبو العباس ابن واصل المقرئ قال دخلنا على سلمة نعوده فانكشفت ركبته فرأيناها كركبة الجمل من طول القعود عليها في الصلاة من فضلك تابع بقية المادة ابن السكيت وأحمد ابن يحيى ثعلب وانتهى علم الكوفيين إلى أبي يوسف يعقوب ابن إسحاق السكيت هامش توفي ابن السكيت سنة أربع وأربعين ومئتين انظر طبقات الزبيدي الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئتين انتهى الحامش وأبي العباس أحمد ابن يحيى ثعلب الشيباني هامش توفي ثعلب سنة إحدى وتسعين ومئتين كما في طبقات الزبيدي انتهى الهامش مولا لبني شيبان وكان ثقتين أمينين ويعقوب أسن وأقدم موتى وكان أحسن الرجلين تأليفا وكان ثعلب أعلمهما بالنحو وكان يعقوب يضعه فيه فحدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال أخبرنا ثعلب قال كنت عند يعقوب يوما فسألني عن شيء فصحت وكان ثعلب شديد الحدة قال فقال لي لا تصح فوالله ما سألتك إلا مستفهما وأخبرنا محمد ابن يحيا قال أخبرنا ثعلب قال كنت عند يعقوب يوما فجاءه رجل من غلمان المازني من أهل البصرة فقال أخبرني ما وزنه نكتل من الفعل فقال يعقوب نفعل فقلت له إنه يقول لك نفتعل فلقنها يعقوب وفطن ثم التفت إلى البصري فقلت له كيف تقول أحوج ما أنت إليه النحو فقال أحوج ما أنت إليه النحو قلت أخطأت إنما الكلام أحوج ما أنت إليه محتاج أنه قال فخرس وكان يعقوب أخذ عن أبي عمر والفراء وكان يحكي عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد من غير سماع إلا ممن سمع منهم نحو الأثرم وابن نجدة وأبي نصر وكان ربما حكى عن أعراب ثقات عنده وقد أخذ عن ابن الأعرابي شيئا يسيرا وكان أبو العباس فعلب يعتمد على ابن الأعرابي في اللغة وعلى سلمه في النحو وكان يروي عن ابن نجدة كتب أبي زيد وعن الأثرم كتب أبي عبيدة وعن أبي نصر كتب الأصمعي وعن عمر ابن أبي عمر الشيباني كتب أبيه وكان ثقة وقد أخذ عن من أخذ عنه وليس في من لقينا من أخذ عي عقوب لتقدم موته عنوان محمد ابن حبيب فأما أبو جعفر محمد ابن حبيب هامش ذكره الزبيبي في الطبقة الرابعة من طبقات النحويين الكوفيين ولم يذكر تاريخ وفاته انتهى الهامش فأما أبو جعفر محمد ابن حبيب فإنه صاحب أخبار وليس في اللغة هناك وحبيب اسم أمه فلذلك لا يسرف أخبرنا محمد ابن عبد الواحد قال أخبرنا ثعلب قال مررت بمجلس ابن حبيب في الجامع فمنت إليه فجلست عنده وكان يملي فلما جلست إليه قطع الإملاء فقلت خذ فيما كنت فيه فقال وأنت حاضر لا والله لا أفعل عنوان المفضل ابن سلمة وقد أخذ عن سلمة ابنه أبو طالب المفضل هامش ذكر ابن قاضي شهبة أنه توفي سنة ثلاثمائة طبقات ابن قاضي شهبة الجزء الأول الصفحة الرابعة والخمسون بعد المائتين إلى الخامسة والخمسين بعد المائتين انتهى الهامش إلا أنه لم يتقن عن أبيه وتعلم بعده من يعقوب وأحمد ابن يحيا وكان مخالفا لطريقة أبيه في التواضع وقد نظرت في كتبه فوجدته مخلطا متعصبا ورد شيئا كثيرا من كتاب العين أكثره غير مردود واختار اختيارات في اللغة والنحو ومعاني القرآن غيرها المختار عنوان القاسم الأنباري ومن روى عنه فأما القاسم الأنباري هامش هو القاسم ابن محمد ابن بشار ابن الحسن الأنباري والد أبي بكر توفي ببغداد سنة أربع وثلاثمائة انظر طبقات الزبيدي الصفحة الحادية هو السبعون بعد المئة انتهى الهامش فأما القاسم الأنباري ومن روى عنه مثل أحمد ابن عبيد هامش هو أبو جعفر أحمد ابن عبيد ابن ناصح ابن بلنجر المعروف بأبي عصيدة من نحات الكوفة توفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين انظر معجم الأدباء الجزء الثالث الصفحة الثامنة والعشرون بعد المئتين إلى الثانية والثلاثين بعد المئتين انتهى الهامش فإن هؤلاء رواة أصحاب أشعار لا يذكرون مع من ذكرنا وجملة الأمر أن العلم انتهى إلى من ذكرنا من أهل العراقين على الترتيب الذي رتبناه وهؤلاء أصحاب الكتب والرجوع إليهم في علم العرب وما أخذلنا بذكر أحد إلا لسبب إما لأنه ليس بإمام ولا معول عليه وإما لأنه لم يخرج من تلامذته أحد يحيي ذكره ولا من تأليفه شيء يلزم الناس نشره كإمساكنا عن ذكر اليزيديين هامش اليزيديون منسوبون إلى يزيد ابن منصور ابن عبد الله ابن يزيد الحميري خال المهدي العباسي وكان يحيى ابن المبارك جدهم منقطعا إليه مؤدبا لأولاده فنسب إليه وتوفي سنة اثنتين ومئتين كما في طبقات الزبيدي الصفحة الرابعة والستون وجماعة اليزيديين هم يحيى وأولاده محمد وهو المقدم منهم وإبراهيم وإسماعيل وعبد الله وهؤلاء الأربعة باعوا في اللغة العربية ويعقوب وإسحاق وهذاني زهدى وتعلم الحديث ثم أولاد محمد ابن يحيى المذكور وعددهم إثنى عشر أحمد والعباس والحسن وجعفر والفضل وسليمان وعبيد الله وهؤلاء برعوا وعبد الله وعلي وعيسى ويوسف والحسين وانظر الفهرست والأنساب الصفحة الستمائة وبغية الوعاه الصفحة ثلاثمائة واربعين الجزء الثاني وطبقات الزبيب الصفحة الخامسة والستون انتهى الحامش واليزيديون بيت علم وكلهم يرجعون إلى جدهم أبي محمد يحيى ابن المبارك اليزيدي وهم في طبقة أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة والكسائي وعلمه عن أبي عمر وعيسى ابن عمر ويونس وأبي الخطاب الأكبر وقد روى عن أبي عمر القراءة المشهورة في أيدي الناس إلا أن علمه قليل في أيدي الرواه إلا في أهل بيته وذريته وهو ثقة أمين مقدم مكين ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين فأما مدينة الرطول صلى الله عليه وسلم فلا نعلم بها إماما في العربية قال الأصمعي أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت بها قصية واحية صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة عنوان ابن داب وكان بها ابن داب يضع الشعر وأحاديث السمر وكلاما ينسبه إلى العرب فسقط وذهب علمه وخفيت روايته وهو عيسى ابن يزيد ابن بكر ابن داب من بني الشداخ هامش توفي ابن داب سنة 71 ومئة وانظر ترجمته وأخباره في معجم الأدباء الجزء السادس عشر من الصفحة الثانية والخمسين بعد المئة إلى الخامسة والستين بعد المئة انتهى الهامش ويكنى أبا الوليد وكان شاعرا وعلمه بالأخبار أكثر أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو حاتم قال قال الأصنعي العجب من ابن داب هامش الخبر عن أبو حاتم في الأغاني الجزء السادس الصفحة السادسة والخمسون من طبعة الدار وفيه سألت الأصنعي عن أعشى همدان فقال هو من الفحول وهو إسلامي كثير الشعر ثم قال لي العجب من ابن داب انتهى الهامش قال الأصنعي العجب من ابن داب حين يزعم أن أعشى همدان قال من دعا لي غزيني أربح الله تجارته وخضاب بكفه أسود اللون قارته ثم قال الأصنعي يا سبحان الله يحدث الألف الألف التي قبل الهاء في الله ويسكن الهاء ويرفع تجارته وهو منصوب ويجوز هذا عنه ويروي الناس عن مثله هامش بقية الخبر كما في الأغاني ثم قال سبحان الله أمثل هذا يجوز على الأعشى أن يجزم اسم الله عز وجل ويرفع تجارته وهو نصب ثم قال لي خلف الأحمر والله لقد طمع ابن داب في الخلافة حين ظن أن هذا يقبل منه وأن له من المحل مثل أن يجوز مثل هذا قال ثم قال ومع ذلك أيضا أن قوله من دعا لي غزيني إلى آخره انتهى الهامش انتهى الهامش وممن كان وممن كان يجري مجرى ابن داب الشرقي ابن القطامي هامش ذكره الخطيب في تاريخ بغداد الجزء التاسع الصفحة الثامنة والسبعون بعد المائتين وقال كان الشرقي عالم بالنسب وافر الأدب فأقدمه أبو جعفر المنصور بغداد وضم إليه المهدي ليأخذ من أدبه وانظر لسان الميزان الثالث من الصفحة الثانية والأربعين بعد المائة إلى الثالثة والأربعين بعد المائة انتهى الهامش وكان كذابا قال أبو حاتم حدثنا الأصنعي قال حدثنا بعض الرواه قال قلت للشرقي ابن القطامي ما كانت العرب تقول في صلاتها على موتاها قال لا أدري قال فاكذب له قلت كانوا يقولون رويدك حتى يبعث الخلق باعثه فإذا أنا به يوم الجمعة يحدث به في المقصورة عنوان علي الجمل ومن من كان بالمدينة أيضا علي الملقب بالجمل وكان وضع في النحو كتابا لم يكن شيئا وقال أبو حاتم ومع ذلك فإني أظن الأخفش وضع كتابا من كتاب علي الجمل فلذلك قال الزيت رقلان والزيت لا يذكر عندنا لأنه ليس بإدام أهل البصرة عنوان ابن قسطنطين وأما مكة فكان بها رجل من الموالي يقال له ابن قسطنطين يشدو شيئا من النحو فأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال وضع ابن قسطنطين بمكة شيئا من النحو ثم قدم البصرة فسمع النحو فطرح جميع ما كان عمل ووضع شيئا آخر لا يساوي شيئا أيضا عنوان علماء بغداد وأما بغداد فمدينة ملك وليس بمدينة علم وما فيها من العلم فمنقول إليها ومجلوب للخلفاء وأتباعهم ورعيتهم ونيتهم بعد ذلك في العلم ضعيفة لأن العلم جد وهم قوم الهزل أغلب عليهم واللعب أملك لهم فإن تعاطى بعضهم شيئا أو شدا منه فإنما همه المسامات به وبغيته المباهات فيه فترى أحدهم يتكلم بغير علم ويحمز ليعد في العلماء ويذكر رغبته في أطراف العلم ودواوينه وفروعه وغرائبه ويسامح نفسه في أصوله وسهله وذلوله فهو يبني على غير أس ويحب الرياسة بأهوى نمس فلا جرم أنهم يوهمون ولا يفهمون ويسألون فيستبهمون قال أبو حاتم أهل بغداد حشو عسكر الخليفة ولم يكن بها من يوثق به في كلام العرب ولا من ترتبع روايته فإن ادعى أحد منهم شيئا رأيته مخلطا صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة ولا يفصل بين علماء البصرة بالنحو وبين الرؤاسي والكسائي ولا بين قراءة أهل الحرمين وقراءة حمزة ويتحفظ أحدهم مسائل من النحو بلا علل ولا تفسير فيكثر كلامه عند من يختلف إليه وإنما هم أحدهم إذا سبق إلى العلم أن يسير اسما يخترعه لينسب إليه فيسمي الجر خفضا والظرف صفة ويسمون حروف الجر حروف الصفات والعطف النسق ومفاعل في العروض فعولان ونحو هذا من التخليط قال اللغوي والأمر في زماننا هذا أصلحك الله على أضعاف ما عرف أبو حاتم فهذه جملة يعرف بها مراتب علمائنا وتقدمهم في الأزمان والأسنان ومنازلهم من العلم والرواية ويجتمع لك بها ما أزال لهجا بالتقاطه من كلامي وتعليقه عني عند شيء تجارينيه أو سبب أحكيه ولكل واحد من هؤلاء الذين ذكرناهم أخبار تنسب إليه وأكثرها ما لا يعول عليه فتجنب جنبك الله كل محذور أن تحفل منه بما لم تثبت به رواية ولم تصح فيه حكاية والله يعصمك ويرشدك ويوفقك ويسددك إن شاء الله تعالى عنوان صورة ما جاء في آخر نسخة الأصل علقه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير عيسى بن أبي بكر ابن محمد الحميدي عفى الله عنه وغفر له ولأبويه في يوم العرض عليه ولمن دعا له بالعفو والغفران ولجميع المسلمين آمين رب العالمين قوبل بأصله وهو نسخة صحيحة بخط يعتمد عليه وقد قوبلت أيضا على نسخة بخط أحمد ابن إسحاق ابن يعقوب ابن نوبخت وقد ملكها محمد ابن بركات ابن هلال الصوفي وكتب في حواشيها ما كان بخط ابن نوبخت وحلي على هذا الفرع ما كان في الأصل فصحت بحسب الطاقة تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهى كتاب مراتب النحويين من تأليف أبو الطيب اللغوي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وفيما تبقى إليكم فهرس الكتب الوالدة في الكتاب وفهرس مراجع التحقيق أولاً لأبي عبيدة وكتاب الخيل لمحمد ابن عبد الغفار الخزاعي وكتاب الخيل لأبي عكيمة الضبدي حرف الشين الشعر والشعراء لابن قتيبة حرف الطا طبقات الشعراء لابن سلام حرف العين كتاب العين كتاب العين للخليل قرآن النحو انظر الكتاب كتاب القسي لأبي عدنان حرف الكاف الكتاب لسيبويه حرف الميم المعارف لابن قتيبة المعاني للأشنان داني معجزات الرسول عليه السلام حرف النوم النجوم لابن كناسة النسب لابن الكلبي النوادر لعلي ابن حازم النوادر لأبي عمر الشيباني النوادر لعمر ابن كركرة حرف الها الهمز لابن أبي إسحاق فهرس مراجع التحقيق الإصابة لابن حجر طبع مطبعة السعادة لسنة ألف وثلاثمائة وثلاث وعشرين للهجرة إصلاح المنطق لابن السكيت المعارف المعارف سنة ألف وثلاثمائة وتسعة واربعين للميلاد الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني مطبعة التقدم سنة ألف وثلاثمائة واربع وعشرين للهجرة أمالي المرتبع الناشر مطبعة عيسى الحلبي سنة الف وتسعمائة واربع وخمسين للميلاد إنباه الرواه للقفطي الناشر مطبعة دار الكتب المصرية الأنساب للسمعاني مطبعة ليدن سنة ألف وثلاثمائة واثنة عشر للميلاد بغية الرواه للسيوطي الناشر عيسى الحلبي سنة ألف وثلاثمائة واربع وستين للميلاد تاريخ بغداد للخطيب البغدادي طبع القاهرة نشرة الخانقي سنة ألف وتسعمائة وتسع واربعين للميلاد تاريخ الطبري المطبعة الحسينية سنة ألف وثلاثمائة وست وعشرين للهجرة تذكرة الحفاظ طبع الهند سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وعشرين تهذيب الأسماء واللغات طبعة منير دمشقي بالقاهرة تهذيب التهذيب لابن حجر طبعة الهند سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وثلاثين جمهرة ابن دريد حيدر عباد سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وخمسين جمهرة الأنساب لابن حزم الناشر دار المعارف بالمصر سنة ألف وتسعمائة وثماني واربعين الحيوان للجاحب الناشر مصطفى الحلبي سنة ألف وثلاثمائة وسبع وخمسين حياة الحيوان للدمير الناشر مطبعة صبيح بالقاهرة خزانة الأدب للبغدادي مطبعة بولاق سنة ألف ومائتين وتسعة عشرة خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي المطبعة الرحمانية بمصر سنة ألف وثلاثمائة واثنتين وعشرين ابن خلكان المطبعة الميمنية بمصر سنة ألف وثلاثمائة وعشر درة الغواص الحريري مطبعة الجوائب سنة ألف ومائتين وتسع وتسعين ديوان الأخطل بيروت سنة ألف وثمانمائة وإحدى وتسعين ميلادية ديوان الأعشاء المطبعة النموذجية بالقاهرة ديوان جرير مطبعة الصاوي سنة ألف وثلاثمائة وثلاثمائة وخمسين للهجرة ديوان ذر أمة كامبرج سنة ألف وتسعمائة وتسع عشر للميلاد ديوان رؤبة لبسيك سنة ألف وتسعمائة واثنتين للميلاد ديوان زهير مطبعة دار الكتب ديوان العباس بن الأحنف مطبعة الجوائب سنة ألف ومائتين وثمان وتسعين ديوان العجاج طبع الدمشق ديوان الهوليين طبع دار الكتب شذرات الذهب لابن العماد نشرة للقدسي سنة ألف وثلاثمائة وخمسين شرح الخزردية للدمامين مطبعة مدني أشير والشعراء لابن قتيبة مطبعة الحلبي سنة ألف وثلاثمائة واربع وستين طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة المطبعة الوهبية ألف ومائتين وتسعين طبقات الشعراء لابن سلام مطبعة المعارف ألف وتسعمائة وثنتين وخمسين للميلاد طبقات القراء لابن الجزري مطبعة السعادة بمصر سنة ألف وثلاثمائة وثنتين وخمسين طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي مطبعة السعادة بمصر سنة 1373 ودار المعارف بمصر سنة 1974 الفائق للزمخشري مطبعة عيسى الحلبي سنة 1945 للميلاد الفرق بين الفرق للبغدالي دار المعارف بمصر سنة 1328 الفهرست لبن نديم مطبعة لبسك سنة 1871 للميلاد الكتاب لسيبويه مطبعة بولاق سنة 1871 للميلاد اللآلي لجنة التأليف والترجمة بمصر سنة 1354 اللباب لابن الأثير نشرة القدس سنة 1358 لسان الميزان لابن حجر حيدر آباد سنة 1330 المزهر للسيوطي طبعة الحلبي بمصر المعارف لابن قتيبة الإسلامية بمصر سنة 1354 معجم الأدباء لياقوت للحلبي سنة 1355 معجم الشعراء المرزباني مطبعة الحلبي النجوم الزاهرة طبع دار الكتب نزهة الألباء لابن الأنباري نشرت مكتبة نهضة مصر بهذا انتهى كتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي من تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر تار نهضة مصر بالقاهرة قرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين انتهت هذه المالة ولكم تحيي أكوانكم في شبكة الألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة